انا دكتور ربان منتصر سكري ربان عالي بحار وبعد كده تخصصت في التأمين البحري وتحليل الحارس البحرية وتحليل التعويدات والمطالبات التعوضية مع شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويد شركات تأمين البضاعة وشركات تأمين جسم السفينة وتأمين المسئولية اللي هو بيمثله نادي الحماية والتعويد او أندية الحماية والتعويد وان شاء الله بإذن الله يعني تكون محاضرة مسمرة وعايزين نبدأ ببداية انا شخصيا ومتحيق لكم جميعا حد شاركوني ده نحن نهني خناة السويس على المجهود الجبار والمجهود العظيم اللي هو تم لإنقاذ السفينة اللي هي تعتبر من أكبر سفن الحويات في العالم وشهد 23 مارس وتم إنقاذها فوق القياسي جدا 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 اللي هي ست أيام اللي هي خرجت من الشحوط بتاعها في 29 مارس لما نيجي نعرف المواصفات بتاعت السفينة دي ووضعها نعرف إن في حاجة اسمها شبه استحالة وكان كل ملاجز الإنقاذ في العالم وشركات الإنقاذ في العالم بتتحدث إن المركب دي لا يمكن إنقاذها في أقل من شهرين لتلاتة عشان ترجح تاني تقوم وعشان القناة السويس ترجح تاني لعودة الملاحة فيها لكن بفضل من ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله إن هي تم إنقاذها وتعاومها خلال ست أيام وده كان أنا بعتبره إنجاز واللي أنا بعتبره حاجة تانية برضو إنجاز إن دي كانت أكبر حدثة في التاريخ الحديث بحجم سفينة بهذا الشكل اللي هي تكاد تكون أكبر من حملات الطائرات وفي الارتفاع الحمول اللي عليها اللي هي بتمثل 52 متر من فوق سطح المية بخلاف الغطس بتاعها اللي هو 15 متر فده كانت يعتبر إنجاز الحاجة التالتة برضو اللي أنا عايز أقولها إن إحنا من نتكلم إن الماركب ديه 400 متر وعرض لقناة السويس 250 متر إحنا لازم نعرف برضو ناخد نبزة بسيطة كده عن قناة السويس طولها الدية وعرضها الدية والأعماق فيها الدية هي قناة السويس مبدئيا هي تم افتتاحها سنة 1869 وكان وقت ما افتتحت القناة كان العرض بتاعها 52 متر وكان الغطس بتاعها سبع متر فقط لكن المصريين طوروها والحمد لله الأمور ماشت ممتازة إلا أن وصلنا إلى الآن إن طولها دلوقتي وكان وقت ما افتتحت كانوا طولها 163 كيلو دلوقتي الحمد لله طولها 196 كيلو متر وعرضها في المتوسط ما بين 250 متر إلى 350 متر في بعض أجهزة الإعلامة اللي هي من شفاء من الدنيا أو بعض الناس اللي هم المغردين كانوا بيتكلموا إن عرض القناة السويس زي عرض لازم يتوسع وكذا 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 وإزاي إحنا ما مسحش القناة السويس أكتر من 250 متر لأنا عايز أقوله إحنا لو خدنا مقارنة بين عرض قناة السويس وعرض قناة بانما عرض قناة السويس أدية حتة فيها 250 متر وأوسع حتة فيها تلطبية وخمسين متر أما قناة بانما الناس اللي متعرفوش إن عرض القناة هو 32 أو 34 متر ويسمح بعبور سفينة لا يزيد عرضها عن 32 متر فقط وأنا في المحاضرة التالية بعد البريك هحط لكم أفلام عن قناة بانما وعبور السفن من قناة بانما الحاجة المهمة أوي بقى اللي احنا عايزين نعرفها قد تبعلك طب هل قناة بانما بتنافس قناة السويس؟ هقول لا لأن قناة السويس دي قناة فريدة من نوحها وهي بتعتبر أكبر ممارس صناعي ينشئ في التاريخ ما فيش قناة بتنفسها يعني احنا عندنا يمكن 3 قناة 3 قناة صناعية مشهورة جدا ومهمة جدا اللي هي قناة السويس وقناة بانما وفيه قناة اسمها الكل كنال اللي هي بتربط ما بين بحر الشمال وبحر البلطيق واللي هي بتمر ما بين بحر البلطيق طبعا بتقع عليه روسيا وبولندا وكانت ألمانيا الشرقية وبحر الشمال معروف انه هو كل ايه الدول الأوروبية واقعة عليه قناة الكيل كنال دي طولها حوالي 80 كيلو وبرضو قناة بانما طولها 80 كيلو عرض قناة بانما زي ما احنا قلنا هو العرض بالكامل 34 متر لكن هما بيسمحوش لمراكب أكتر من 32 متر في العرض بتاعها انها تعبر قناة بانما فبالتالي مافيش واجهة للمنافسة ما بين قناة بانما وقناة السويس نظر لأن العرض بتاع قناة السويس بيسمح بأي حاجة بيسمح بأي حامل الطائرات بيسمح بأي ميجا كارير من الكونتينر اللي احنا النهاردة المركب اللي احنا متكلم عليها دي كانت شايلة 18750 كونتينر وهي حمولتها الاساسية حوالي 22500 كونتينر فبالتالي مافيش واجهة للمقارنة بين قناة بانما ومقارنة السويس دي بتخدم منطقة يعني قناة بانما بتخدم المنطقة اللي هي ما بين شارق أمريكا وأربع أمريكا الشارق أمريكا لو بيطل على المحيط الباسيفيك وغرب أمريكا لو بيطل على المحيط الأطلنطي قناة السويس بتربط ما بين البحر رعبي يد والبحر الأحمر بمسافة طولة 196 كيلومتر وفي نفس الوقت القناة عرضها والغطس بتاعها اللي هو وصل لحوالي 23 متر أو 25 متر فبالتالي بتسمح بأي حمولة تعبر والقناة متطورة جداً والمعدات الإنقاذ بتاعتها عالية جداً والكفاءة فيها عالية جداً والدليل أصبح واضح وملموس وشهر بالعالم إن الحادث ده تم إنهاء وتم الانتهاء من تعويم السفينة أنا بقول تعويم السفينة وإنقاذها وبسميه إنقاذ نظيف يعني إيه إنقاذ نظيف؟ إن السفينة راجعت وأول ما طلعت من الشخوت ماشت على مكاناتها وبدفتها وبفهاش أي عوارية لا في الجسم ولا في الآلات ولا في البضاع بتاعتها فهذا بيعتبر إنقاذ نظيف بنسبة 100% الحاجة اللي أنا عايز أقولها برضو إن إحنا النهاردة آآ نتيجة الحادث اللي حصل ده بتاع قناة السويس أنا شخصياً كخبير في الجزئية دي أنا بقسمه لعدة أجزاء أو لعدة مطالبات أولاً الحاجة بتاع شحوت نفسه ومقد ده من أضرار لجانبي القناة الجانب الشرقي والجانب الغربي الأضرار دي تمثلت في إن كان لازم نقرك تحت القناة إحنا لازم نفهم إنها مش نازلة كبوكس شيب لا هي نازلة زي تريانجل كده فلازم السفينة تمر في منتصف القناة اللي هي في العمق اللي نسموه بها لكن الجانبين بينزلوا بميل شوية قد تبقى لك الجانب الشرقي والجانب الغربي بينزل بميل فبالتالي الأعماق بتاعته ما باش بالشكل ده والميل ده عشان يحفظ آآ القناة من الانهيارات الأرضية اللي بتكونوا ممكن تقلل علاقات السفينة آآ نمرأ برضو لازم بقى نتكلم على موقف قناة السويس من الحوادث اللي بالشكل ده موقف قناة السويس من الحوادث اللي بالشكل ده بتعتبر غير مسؤولة تماما عن أي حادث يقع فيها ليه غير مسؤولة تماما عن أي حادث يقع فيها لأن الإرشاد في كافة أنحاء العالم إذا كان في الممارات الملاحية أو القنوات الملاحية أو المواني الإرشاد اسمه ده بيبقى رأي استشاري من المرشب لربان السفينة وربان السفينة من حق أنه هو يرفض الرأي الاستشاري ده ويدي رأيه تاني من كميسار يعني لو مثلا المرشب بيقول احنا عايزين نجيب الدفة خمس درجات مثلا يمين الأبطان قال له لا أنا مش هجيبها خمس يمين أنا هجيبها مثلا خمسة شمال يبقى رأي الأبطان اللي هو هيمشي المرشب قال أنا عايزة تزوج السرعة مثلا إيه العشرة عقدة العشرة عقدة يعني عشرة يمين في الساعة فالربان السفينة قال له لا أنا مش هنزوج عن عشر عقدة أنا هخليها ثماني عقدة يبقى ربان السفينة هو اللي رأيه يبشي فرأي المرشب في كافة أنحاء العالم وتبقى لكافة الاتفاقات الدولية الملاحية رأي المرشب استشاري وبالإضافة إلى هذا من رأي المرشب استشاري والمسؤوليات نرجع للاتفاقات القسطنطنية اللي هي بتدارة على أساسها قاناة السويس الاتفاقات دي بتنص على إعفاء قاناة السويس من أي مسؤوليات أو أي إصابات للسفين أثناء مرورها من القناة دي بالإضافة إلى التفاقية دي فيه برضو عندنا فيه لوائح أزارتها قاناة السويس وبتنص نصا صريحا على الكلام ده ومعناها إيه؟ طالما اللوائح دي منشورة وكل السفن قبل ما تخش قاناة السويس بتبقى عرفها تماما فإنه هو بيعتبر نفسه أنه هو قبل بهذه اللوائح وبالتالي لا توجد أدنى مسؤولية على قناة السويس في أي حادث يقع فيها والمسؤولية بالكامل بتقع على السفينة وملكها طيب لما يجي نتكلم مثلا على السفينة وملكها طبعا ساعة السفينة بتبقى مصاجرة أو المالك مأجرها لمستاجر والمستاجر ممكن يكون مأجرها المستاجر تاني والتالت ورابع اللي هي الشرطر عمليات المشرطة فمن هنا بنلاقي بنلاقي إن عمليات المسؤولية تقع فين تقع على مالك السفينة وحا أنا نعرض مثلا قريبة السويس لما هتيجي توجه المطالبة بتاعتها في كافة التعويضات والخسارة اللي حصلت لها بتوجهها لمالك السفينة طب مالك السفينة بيعمل إيه في الكلام ده مالك السفينة بيعمل تبقى الانتفاقات الدولية الدولية أو تبقى الانتفاقات نقل البضايع تبقى الانتفاقات التعويضية وتبقى الانتفاقات المسؤولية العوارية العامة دي بيقول إيه إن كافة أطراف الكافة الأطراف المشتركة في راحة البحرية بتتحمل الخسارة بالكامل كلها توزع عليها كل واحد بتثبته بمعنى أنا النهاردة بقول الخسارة البحرية دي أنا بنقذ السفينة بس هل أنا نقص السفينة بس ولا نقص السفينة وما عليها من البضاعة أنا نقص السفينة وما عليها من بضاعة فاللي استفاد صاحب السفينة واللي استفاد برضو صاحب البضاعة فاللوالبضاعة تمانها كان اكتر من السفينة يبقى المصفيد الاكبر من مين صاحب البضاعة وبالتالي هنا لما ييجي بقى فيها خسائر او فيها تعويضات يبقى صاحب البضاعة هيشترك مع مالك السفينة وهيشترك برضو مع مين لو المركب مصاجرة وفعلا المركب يتم تأجرة فبالتالي المستاجر هيستفيد هيستفيد من ايه المستاجر طيب النولون بتاع السفينة نفته يعني احنا عندنا حوالي 20 ألف حوية 1850 بس للتسهيل منه 20 ألف حوية لو 20 ألف حوية الحوية بتتنقل من الصين إلى روتردام رسمياً بتلات تلاف دولار يعني أنا النهاردة بتكلم في كم في النولون البحري بتاع الشحنة دي اللي على المركب 60 مليون دولار يبقى أنا نخص 60 مليون دولار لمن للمساجر للملكة السفينة والقر إيجارهم من المساجر طيب المساجر إيه كمان حطت على السفينة حطت وقود وكان فيه وقود على السفينة وقت وقوها الحادث كان 2700 تن لما نيجي نقول 2700 تن ونضربهم في 1000 دولار كنت بالحضراتك اللي هو سعر تن مقفضون 1000 و1200 فلما نيجي نضرب 2700 في 1000 دولار أنا عندي حوالي 3 مليون دولار وقود موجود على السفينة قادر الشركات بتاعت المشتاجر مع مع صاحب المركب الشركة الملكة للسفينة طيب طيب إزاي بتتعمل عملية تعودية والحاجات دي كلها أو هنتكلم على الحادث قبل ما نتكلم على العملية تعودية الحادث بمنطقة البساطة المركب كانت جاية من الجنوب من منطقة السويس من البحر الأحمر ودخلها على البحر وغبيل وبتعدي خناس السويس في العالمة 151 أو عندي الكيلو مثلا حوالي بتاع 40 من خناس السويس حصل إن المركب دي طولها 400 متر وعليها ارتفاع حويات 52 متر لما نيجي نترى 400 متر في الارتفاع الحويات 52 متر نبقى أنا عندي هنا في جزء معرض لريح مقداره بحوالي 20 ألف متر مربع 20 ألف متر مربع احنا عارفين أي سفينة كانت شراعية لو الشراع بتاعها 10 متر مربع بتمشي بسرعة 8 عوضة ما بالك 20 ألف متر مربع يعني معرضة للرياح شديدة جدا أثناء عبرها قناة السويس وكان سرعة الرياح وقتها 45 عوضة يعني 45 ميل في الساعة طب يعني إيه الكلام ده يعني 45 ميل في الساعة أول مركبة تقيلة والمركبة ماشية لكن الرياح شد الرياح دي من الحاجات الرغيبة بتعمل إيه بتعمل حاجة اسمها انحراف السفينة عن خط سيرها أو بتعمل حاجة اسمها إزاحة بتزيح السفينة عن خط سيرها لأن الرياح كلها معبئة في 20 ألف متر مربع بتاع اللي هو ارتفاع الحويات في طولة لأرض السفينة فعملت الإزاحة فلم عملت الإزاحة لجهة اليمين فراحنا بنقول اللي حادث واقع نتيجة اللي كان فيه عادة عامل بس هي لم تحدد لكن ممكن حادث يكون أسباب الفعلية الوقوع لأ بينحصر في ثلاث حاجات نمرة واحد شدة الرياح وانحراف السفينة عن خط السير المنتصف بتاع القنال ولما الأبطال حاول يحصحها حط خط السير ده عشان يرجع للمنتصف احتمل إنه هو خد درجة زيادة في نفل السفينة إن السفينة غير العربية لما بتيجي بتلف السفينة عادة بتلف بالمؤخر عشان المؤدم مثلا عايزة ودي السفينة يمين نودي المؤخر للشمال فالسفينة تروح يمين لو ديت المؤخر لليمين السفينة تروح الشمال فيظهر حصر خطأ بشري من اللي واقف على ضمان توجيه السفينة وزود الانحراف بتاعها فالسفينة راحت دخلة بمقدمتها في البنك بتاع الضفة بتاعت القنال والمؤخر بتاع السفينة راح دخل باليمين والمؤخر راح للشمال فسد المجرى الملاحي للقنال ده احد الاحكمالات الاحتمال التاني انه هو المركب الكبيرة هي عددها ولاجة مش كتير في العالم هذه كانت تحت التجربة واردي شغالة بقى لها تقريبا حوالي 3-4 سنين بس المركب اللي حصل فيها الحادث مبنية سنة 2018 فبالتالي احتمال برضو كافة الكافة مش اه مبتدينيش السرعة الكبيرة في الاستجابة للاتجاه يعني اذا اروح اتجاه معين فمبتدينيش السرعة الكبيرة خاصة في الممرات الملاحية او في القنوات وكده والدليل على كده ان المركب كانت قبل عملت حادثة في روتردام وحادثة تانية فبالتالي احتمال يكون فيه عيف التوجيه بتاعها الحاجة التالية انه هو ممكن يكون وحصل فيلير في المكانات بتاع توجيه الدفة نفسها وبالتالي انحرفت السفينة ودخل بمقدمها في الدفة الخنائر ما علينا الحاجس خصل لكن الحاجس ده لما حصل سبب خسائر وصبب خسائر في الجزء اللي شعتت فيه بالمقدم والمؤخر اللي في الدفة الخنائر وفي نفس الوقت بتعتبر انه هناك فيه خسائر او خسائر تقوم بتوقع في بدن السفينة الحادث ده ننتيجة حجم السفينة وقوتها وتقلها المركبة احنا عارفين ان هي حمولتها حوالي 24000 تن زائد وزن السفينة حوالي بتاع 60000 تن بقليل احنا دخلنا في 300000 تن يعني بالاضافة الى الوقود ومياه الصبور اللي موجود عليها والتنكات المياه الحلوة والحاجات دي كلها يعني دخلنا فيه ما يقرب من حوالي 350-400000 تن كتلة واحدة الكتلة الواحدة دي لما شحتت بيبقى لانقاذها في عوامل محسوبة لانا النهاردة انا اعلقوا المركب دي بالحجم ده وجبت قاطرات عشان تشدها بس يبقى المركب دي عمرها ما هتطلع من الشح وهتنهار السفينة بمعنى ايه انا ادي لك مسأل برضو عشان اتقربوا للسادة الزملاء انا لاندي عربية وغلت في الرابن في صحرا اجيب كراكة او اجيب بردوزر اشدها البردوزر ده قوته شديدة جدا لانا ركبت الحبل بتاع الشد وبتاع مش عارف ايه ركبته في العجل ولا ركبته في الاكسدام ولا ركبته في مطقة الشد هيحصل يخلع يعني البردوزر دي قوته والنتيجة اللي هو العربية استقب في الرملة جامد لو هيشدها حيمز على العربية هيقطع على العربية هنلاقي الاكسدام طلع في حتة والعجل طلع في حتة ولو كانت وبنفس الكلام ده بيصل مع المراكب المراكب لها نقط شد لو انا جيت النهاردة هشد المركب بقوة غاشمة جاي من 15 قطر واشغالهم كلهم كل قوتهم والقطر اللي مش عارف ايه كل قوتها واجه يشدوها من الجامع عشان هطلحها نبقى انا حفرتك المركب دي نبقى انا بنقذها اه لكن في نفس الوقت بدمرها في نفس الوقت وعادة اللي بيقوم بعملية الانقاذ بيحاول لو كوا بروفش ما زال جماعة بتوقع ناس السويس هيحسبتوا الحتة دي تماما وحيبدأ يحسب العزم الشد والقص والقص والقطر ازاي؟ بيحسبوا بقوة الشد يعني ما جيب ليش قطرة مثلا مية وستين تن قوة شد مية وستين تن قوة شد وحط معها عشق قطرات كل واحدة مثلا مية وخمسين تن قوة شد لو انا هشد المركب من الجامع عندي احتمالين القوة الغشامة اللي هي بشد بيها دي ممكن تخلي المركب دي تميل الى الجانب اللي بتتشد منه ولو مالت المركب دي الجانب اللي بتتشد منه اكتر من عشرة لخمساشر درجة الكناتر اللي هي مرتفعة جدا دي اللي 52 متر هتبدأ القناة الحويات دي تتساقط في القناة وممكن المركب تفقد اتزانها وتقلب دي نمر واحد نمرت دي انه ممكن قوة الشد الغشامة دي تأثر لي على بدن السفينة بدن السفينة دا في النهاية حديد والحديد دا مرحوم ولو قوة احتمالية قوة شد معينة انا لو زودت عن قوة شده ممكن الجسم دا ينهار وزا الجسم دا نهار كل السفينة مظيمة عليها هلقيها بقت نصين ونزلت كلها في مجرى الكنال وحزد سديني مجرى الكنال عشان اقدر اقدر ان انا انقذ اطلع الحاجة دي من مجرى الكنال عايز لشهرين ثلاثة عشان ابدأ اطلعها واعمل ازالة للكميناتر اللي هي جوه القنال وجسم السفينة لكن القنال استخدم الطريقة تعتبر هي الاولى من ناحة في العالم وهي حديثة جدا وربنا ونفقهم فيها اللي هي عملية التكريك تحت السفينة انا عشان انا اعوم سفينة من الشخول بعمل ايه انا عايز اقل الحمولة بتاعتها عشان السفينة تعوم يعني الهدف بتاعي ان انا اعوم السفينة طب انا النهاردة لو مش هقدر يشيل ما فيش اوناش عندي عائمة تقدر تيجي تشلي من ارتفاع 52 متر دي استحاله طب الوينش لو هيجي هيشتغل يرفع لي انا كن حسابيا هما كانوا عايزين عشان الف تن تتفرغ من السفينة عشان تقدر تعوم طب العشان الف تن دول الحاوية الوحدة في المتقصة عشان تن انا عشان الف تن دي يعني عايز اشير عشان تلاف حاوية هذا الوينش في المرة الوحدة بيشير كم حاوية هشير واحدة او اتنين طب الحركة بتاعته من وقت ما يخدها من على المركب ويوديها على الشاطئ ينزلها على الشاطئ هياخد معايا كم ديقة هالقل هياخد من ربع ساعة لتلت الساعة لبقى انا كل ساعة كنت بقى لك انا هفرغ لي مثل عشرة خمسة شر حاوي هفرغ لي عشين حاوي وهحط من اكتر من وينش بس عدد الاوناج برضو هتبقى محدودة عشان ما خبطوش في بعض اللي هي الدركات بتاعتهم او البوام بتاعتهم خبط في بعض فمش هقدر استخدم اكتر من يعني انا في الساعة مش هقدر ننقل لي اكتر من بحد اقصى من ستين لسبعين حاوي لما اجيس عشر تلاف حاوي عايز افراجها على ان انا النهاردة بقول ان انا على عديد الساعات بنتاج اخلى حاجة شار عشان اقدر او عشرين يوم عشان انا اقدر اخفف الحمول طب تخفيف الحمول اللي ده اصبح في صعوبة كان الحل البديل اللي كان موجود في وقتها ان هما في الكراكات اللي هي الكراكات اللي هي القطع مصة والشفطة المصة طردة جابوا الكراكات دي عشان يخلوا فيه مية اضافية تحت السفينة والسفينة تعم والكراكات دي اشتغلت على عم حوالي 18 متر تحت السفينة السفينة داخلت في شهر وعاديين يشيل رمال وزلط وسخور اللي هي مبني بيها جانبي القناة اللي اسمها تكسيات القناة فبيشلوها من تحت السفينة عشان برضو يخلي كان الهدف منه انه هو يخلي السفينة تعوم واخد بالك من غير ما يرتفع بغطسها اللي هو كان 18 متر و 18 غطس السفينة دي 15 متر و 18 نعم حال نقلل للحمولة ممكن هحوصل للغطس بلحها 13 متر 12 طب انا عايز اكتر من كده فلما عملت بالكاركات ان انا كنت بشفت الرمال والسخور وبفتتها وبطردها على جانبي القناة دي عطيتني العمق اللي انا عايز كنت عايز اللي هو 18 متر وبالتالي فعلا لما بنقنا نوصل العمق ده وبدأ الشد انت بتشد في المركب وهي خلاص بقت اصبحت عيمة فلما بشدها بتيجي معاي بخلاف لو كنت هتشدها بقوة غاشمة وهي استقد ولزقة في جانبي القناة وبتوفير من ربينا تم الانقال وتم تعويم السفينة والجماعة المساحين والخبرة طوالغط نازلوا حوالي السفينة غطصوا حواليها وشافوا ان بدا من السفينة سليم 100% الرفاز بتاع السفينة سليم 100% الدفة بتاعت السفينة 100% المخدمة اللي اسمها البالبس باو سليمة 100% وبالتالي عطوا الامر بتحرك هذه السفينة على مكانتها وقوةها الذاتية لتنتقال منطقة البحيرات اللي احنا عارفين في بحيرة التمسيح والبحيرة المرة اسمها منطقة البحيرات اللي هي منطقة انتظار وتم الانقاذ بنجاح باهر لانه ما حصلش فيه اي ضرر لجسم السفينة ودي كانت من مهمة المنقذ المنقذ الشاطر والناجح واللي استحق المكافأة كبيرة انه هو لما يعمل عملية انقاذ ناجحة ونظيفة بنسبة 2% ودي عادة قليل اول في التاريخ اللي ما تيجي تعمل انقاذ بالشكل ده اللي ما تيجي تطلع مركب من الشحط لازم الجزء السفري بتاع السفينة وقاع السفينة بيحصل فيه دمج كبير جدا ممكن دمج للرفواز ممكن دمج للبدن ممكن دمج للدفة فالحمد لله فضل من ربنا وتوفيق والرضاء على نسبة القناة انه هو وفقهم انه هما يعملوا عملية انقاذ ناجحة بنسبة 100% وفعلا بعد كده تم نقل السفينة على محركتها الى منطقة البحيرات النار نيجي هنا بقى فيه تهم الكلام ده خلال 6 ايام وكانت القناة عاملة حالة استنفار وحالة تعبئة عامة داخل اجهزة القناة كلها وقائد كافة اجهزة القناة بما فيها اجهزة الانقاذ بما فيها الاجهزة الفلنية بما فيها الاجهزة التي هي تبعれ الغطسين بما فيها مكافحة التلوز بما فيها انه هما كانوا محطين برضو لازم يتحط بلان 1 وبلان توبن بلان سريل كان اللي هم كانوا شغالين بيه اللي هي عاملية التكريك مششد وكان بلان سريل اللي هو انا قد اعتبره يشوفه مستحيل اللي هو تقليل الحمولة بنقل بعض الحويات من الارتفاعات 52 متر وانا عايزين على الاقل عشرين الف طن فده كان فيه شي باستحاله وكان فيه فكرة ما كانش كانت حتى بقى صعبة جدا ومكلفة جدا اللي هو كان الجزء اللي هو شاهد له كان هيتقطع من جبء من جسم السفينة هيتقطع قطع لكننا مجيبين سكينة وبنقطع بها السفينة بتقطع عن طريق اللمبات اللي حق وبتقطع في اجزاء معين الماكن بتبقى بتقسمة اجزاء بيجي عند اول حاجة اسمها بالكهد بالكهد ده قطوح كامل بعرض السفينة يعني لو انت شلت الجزء ده من مقدمة السفينة لغاية القطوع ده السفينة برضو تفضل عائمة ولا يخش رأيش من ايا ولا حاجة بس ده طبعا كان حيبقى مكلف جدا ومعندي ناكن ورش عشان ترجع تعيد هذا الجزء تاني لمقدمة السفينة وكانت السفينة دي بتهتور في حكم التطلس وكانت هتبقى مشكلة كبيرة طبعا المشكلة بتاعت فانت السويزي سببت اه يعني الرعب اه للعالم كل اولا من نوعه الاقتصادية اثرت بشكل غير طبيعي شوفنا احنا ارتفاع البترول شوفنا فيه كام حاويات اه كام سفينة حاويات وصلنا لحوالي ربعمائة حاويات اه ربعمائة سفينة حاويات وتناكل اتحاجزت ما بين في منطقة البرصائية ومنطقة خدته السويس ومنا مش عارفة تمر وبالتالي كانت السفن دي اللي هي محملة والسفن اللي هي جاي من السويس جاي من طريق البحر او جاي من طريق البحرابية كلها محاويات واصبحت مخازن الحويات والمناطق التالي من الارتبتاعة الحويات اللي هي موجودة في الموانين المختلفة اصبحت خالية من الحويات الفارغة التي جهزة لتحميل البضايا وبالتالي دي عاملت مانج شديد جدا لدرجة من الخطوط الملاحية اللي هتروح واتفرغ مش هتلاقي حويات معبقة هيحتاخد كان معبق لكن مفيش حاجة هيحتاخد عبق جديد الا ما السفن اللي هي اتحجزت القناة السويس توصل للموانين بتاعتها عشان تفرغ البضايا الحويات دي والحويات دي تفرغ البضايا منها وتبقى الحويات دي فارغة وجاهزة انها تستقبل البضايا دي ده اللي نقلها الحاجة اللي كانت مهمة جوي الاقوي الاستراتيجية ودي من هو جيت نازل طبعا ويوجد تكون خطأ ان واقف القناة السويس حصل نوع من الفصل ما بين الاصول السادس والاصول الخمسة الامريكي يعني هي القناة السويس دي بتعتبر هنا جزء من الاستراتيجية بساعة العالم كله لان احنا احنا كبلة واقفين على ناصر 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 يتربحوا الابين وناصر يتربحوا الاحوم فانما اجي القناة قفلت يبقى الاصول السادس قدت بالك انفاصل عن الاصول الخامس الدليل على كده ايه ان بعد ثلاث ايام من فتح القناة بعد اللي حصل وتم انقاذ ابر جيفن لان حاملة الطائرات ايزنهاور مع الدية ومعها اربة خمس قطح حربية معانا كده ان دي قناة حيوية جدا ولن يكون لها منافس انا في اعتقادي يعني خلال مين سنة اللي جايين لان الموضوع مش بسهولة ان احنا نقول والله ده قناة بان بتنفس اه قناة السويس لا ده اه اي هتحصل قناة في القطب الشمالي كل الكلام ده هي قناة اه قناوات هتعمل اه مش عارف الدولة الفرنية هتعمل قناة الدولة العلانية هتعمل سكك حديدية كل الكلام ده ماشي دي نسبت يعني زي ما واحد عامل هايبر ماركت كبير جدا 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 ويفتح جنبه سوبر ماركت صغير ومحلي بقالة ومش عارف ايه القناة السويس هي قناة السويس ابهم امرضوا وده قدر مصر وربنا انا انعم راليها بهذه القناة اللي هي الشارك فحفرها فوق المليون عامل مصرا ويراح منهم اكثر من مئة وعشرين الف دماء كمسجد لكن انا بقول ايها اكثر من كدا يعني هي تحفرت باياني ودماء المصريين وربنا انعم المصريين بيها وربنا انعم على مصرا بالموقع يلا خلاها على نصيا ان Sakha ناصية البحرة وبرضو ربنا انعم علىマساء ان الناس اللي هو بتوح قناة السويس فعلا الناس professional في عملية إدارة هذه القناة اللي هي تم إنقاذ مركب بهذا الحجم وهذه الحمولة وبهذا العرض وبهذا الطول خلال ست أيام من شخورة المركب شحطت وعلى سرعيتها حوالي 13 عقدة داخلت حوالي 20 متر جوه الرملة جوه الصخور مش رملة لأن البنك ده كله صخور صخور شديدة صلابة عشان تحمي جانبية القناة من الانهارات الرملية وأنها تأثر على عمق قناة السويس وغاطس قناة السويس نيجي بقى خلاص نحن من الجزئية حصر بقى حصر للأضرار التي أصابت ضفطية القناة طبعا في أضرار كانت في الضفطين من نتيجة الشخور بتاع المؤخر ومن نتيجة الشخور المقدم فبدوا يحصروا الأضرار اللي هي موجودة وإذا عرفنا الأضرار هي هم حسبوها طبعا وعرفوا الأضرار قد إيه طب هل هو ده المطالبة بتاعتنا بس إن احنا هم نطالب بأضرار عن ما أصاب القناة من أضرار لا طبعا نحن نطالب القناة كمان أنا عندي النهاردة كميرفق حيوي بالشكل ده كميرفق دولي في العائد بتاع القناة بيجي لها من مرور السفن فلما تفيجي السفن ما تمرش يبقى العائد ده توقف فبالتالي بتبقى للتأمين البحري وتبقى لبوليس التأمين إذا كانت بوليس تأمين بضاعة بوليس تأمين مراكب وخلافه في حاجة اسمها اللي هو فقد العائد نتيجة حدث معين أنا النهاردة نتيجة الحدث ده أنا توقف عملي كقناة سويس لمدة سبعة ايام دي قدي أول فقط طيب نحسبه إزاي؟ قالك اه والله هنحنرجع للسنة اللي فاتت كان العائد اليوم بتاع القناة القديق قالك والله خمساشر مليون دولار حسابيا عمل حسابيا حوالي خمساشر مليون دولار من خمساشر لستاشر مليون دولار أنا من وجهة نظري لا ده مشقه بس كده لان السنة اللي فاتت احنا عارفين من شهر مارس لغاية نهاية السنة كان فيه مشكلة كورونا واللي كان حاصل في الكورونا والمشكلة الكبيرة بتاعت تقريبا نقل البحر كله بشيف توقف وبدأ العائد يقل فأنا متوقع انه هو المن المفترض انه هو فعلا والسنة دي الامور ماشية كويسة يبقى ان عائد اليومي بدل خمساشر مليون زي ما بيقولوا المفترض انه هو يكون خمسة وعشرين مليون دولار في اليوم طب هل هو العائد اليومي ده بس كده؟ لا وما تتبعه ايه لا تتبعه؟ النهاردة اصبح عندي بعد ست ايام عطلة اصبح فيه تكدس لربعمائة سفينة او 430 سفينة موزعة في منطقتين موزعة في منطقة انتظار البور السعيل وموزعة منطقة انتظار السويس العبور الشمالي والامور الجنوبي وبالتالي اصبح فيه عبقه اخر على قناة السويس انها تعمله اللي هو ايه؟ انها تعدل ربعمائة سفينة دول فاقرب وقته فاقل وقت ممكن عشان يلحقوا انهما يروحوا موانيهم ويقللوا فترة الخسار بتاعتهم وفترة الانتظارات قناة السويس كانت ماشية بطريقة انها بتعمل قافلة شمالية قافلة جنوبية كل يوم اضطروا انهما انهما شغلوا القناة اللي 24 ساعة اللي 24 ساعة فكان طبعا نعيب شديد جدا على المرشدين وعلى الادارة بتاعة الحركة وادارة التابعة وعلى كافة العاملين في القناة وفي نفس الوقت رفع درجة الاستعداد في القناة اثناء مرور الكم الهائل من الربعمائة السفينة من الربعمائة وثلاثين سفينة في فترة صغيرة وفعلا تم عبور اكتر تقريبا الربعمائة وشوية دول في حوالي اربح ايام يعني كانت في اليوم الواحد فوق المية السفينة بتعبر كناة السويس والحمد لله تم الانتهاء من الموضوع ده وتم العبور بالكامل بدون اي حوادث تسقر يعني ما نيجي نقولك ايه والله اصب في مركبة عطلت لمدة ساعتين ده مش حادث لا ده عطل وده بيطلع عطل بيحصل معنا في البحر وفي كل يوم وفي كل لحظة ولحنا لازم نعرفه بالنسبة للسفن احنا عندنا السفن المسجلة في العالم حوالي مية وعشين الف سفينة مسجلين في العالم على صفحة البحار والمحيطات طيب نازمة الحوادث قدية تبقى لمنظمات الإغاثة الدولية بتقولك انا عندي حادث ما بين حادث كبير وحادث زغير كل عشر دقيق حادث كل عشر دقيق الحوادث دي متكررة لدرجة ان القوانين البحرية العريقة مثل القانون الإنجليزي 1906 ما ذكرش ان رحلة السفينة من المناخ ألف كم ميناء بيه انها رحلة لا قالك دي مغامرة بحرية هي طالع من المناخ ألف اه لكن هتوصل ميناء بيه ولا لا ما يعرفش ان الظروف الجوية متغيرة الظروف المناخية متغيرة حركة الاموام المتغيرة فبالتالي بتسميها مغامرة بحرية وعشان كده بيقولك انا دي ادفنشر وانا بأمن على ادفنشر بأمن على مغامرة انا اه عامل لها حسابات وعمل لها حسابات اكتوارية ان انا مثلا ما اخد ايه عشان اعرف ازا قد ايه وعشان انا اكون كذبان بيعمل حاجات اسمها حسابات اكتوارية بياخد اخر عشر سنين مثلا كده معينة معينة من الزخط ويبدأ يحصل الحوادث بتاعتها اديه والتعودات اللي اتدفعت في كده العشرة السنين دي ادي ايه والحمولات بتاعتها اديه ويبدأ يعمل حساباته عشان يطلع اللي هي النسبة المقاوية من اه قيمة السفينة عشان يقدر يحدد القز التأميني طيب عرفتنا النهاردة ان الحوادث هي متكررة وقنات السويس عاملت مجهود عاملت مجهود في الانقاذ وعملت مجهود ان هي برضه عشان تقلل الفاقد على السفن المنتظرة واتقلل الوقت اللي هي تنتظر فيه عبرتها وكل حالة طيب ايه بقى موضوع التعويض قالك اه انا النهاردة خلاص انا عرفت التسير بتاعتي وعرفته اللي هو اللي هو الفاقد العائل بتاعي اليومي نتيجة العطلة طيب انا عايز اخش بقى ايه اتكلم بقى بجد معاكو يا جماعة انا النهاردة انا عملت انقاذ للسفينة السفينة دي اه التأمين عليها حوالي 140 مليون والبضايا عليها رفلي كده او تقريبية لما احنا اتكلمنا على ان متوسط اه قيمة الحاوية بما فيها من البضاعة واحدون من خمسين لستين الف دولار انا هلاقي نفسي فيه قدام حوالي اتنين مليار دولار بضايا محملة على السفينة طيب يا جماعة بتاع التأمين زي ما احنا بتشاركوا في العوارية العامة والخسارات العامة كما لازم تشاركوا في التعويضات انا عنقصت لك النهاردة اتنين كشركات تأمين لو البضاعة دي غرقت ولا بازت كنت هتدفع اتنين مليار دولار طبعا اللي ما هنقصها لك تديني ايه وانت يا صاحب المركبك تمانها 140 مليون وانا النهاردة ما حصلش فيه اي درب ولا اي حاجة وانقصتها لك بالكامل هتقول لي انا ماني انا بدفع ازي التأمين وخلاص اقول لي اعطب يا شركة التأمين انت ما امين على الماركب انت ايه الاخبار انا مش هنقصلك الماركب عشان انت ما تدفعت ما تدفعيش التعويض بتاع المية واربعين مليون هتقول لي اه ولا طيب انا مش هستحقق مكافئة الانقاذ انقصلك المية واربعين مليون دولار من الهلاك وانت يا شركة التأمين بضاعة انا انقصتلك البضاعة عليها موجودة على السفينة دي من قيمة اثنين مليار دولار انا ما استحققش مقافئة الانقاذ كان في الزمان قبل كده وقبل تحديد التفعيات الدولية اللي هي خاصة بعملية التعويضات والحاجات دي وكده كان يقول ان يقول لك والله المرن في ازا بياخد نص او خمسين في المية مما انقصت لك من قيمة السفينة وقيمة البضاية المحمد عليها جينا في سنة 89 طلعت التفاقية اسمها التفاقية الدولية للانقاذ اللي هي الانقاذ وبدأ التحدد التفاقية دي تحدد قواعد الانقاذ ومكافئة الانقاذ في قاعدة عامة في الانقاذ القاعدة العامة في الانقاذ ان انا يعني لما اقوم بانقاذ شيء وبطالب انقاذ انا لما بقوم بانقاذ شيء انقاذ شيء له قيمة خدت بالك لازم المكافئة تتمشى مع قيمة الشيء اللي انا انقذته طب انا لما النهاردة انا بتكلم مثلا على 2 مليار ونص انا لما اجي اطلب مكافئة انقاذي مطلوبش بقى 3 مليار ومطلوبش 2 مليار لكن اطلب قيمة تتناسب معها لو انا قلت 30% او مثلا 50% لانه القانون او الاتفاقية قالت البكافئة ما تقلش عن 30% ومزيش عن 100% من قيمة ما تم انقاذه الاتفاقية الدولية اللي هي طريقات الانقاذ بتنصف على هذا وقالك ده بيبقى عقد لو ما فيش عقد لانقاذ نتيجة الظروف بيبقى فيه اللي هو بنحدد عمليات الانقاذ بالاتفاق ما بين المنقذ وما تم انقاذه ومن يملكون ما تم انقاذه ومن هنا القانون المصر يتحدث برضو على هذا الموضوع ان فيه حاجة اسمها اتفاقية للانقاذ وفيه حاجة اسمها مكافئة انقاذ او اللي هي بيسموها عشان جزء مما انقذته لانه النهاردة انت شركة تأمين انا اخليك سعيدة جدا انه انقذتلك كل ما كنت تتوقعي انه هو خسائر بالنسبالك انا انقذتلك كله وما فيش اي دمج فانا هنا اصبح استحق تماما مكافئة الانقاذ فمكافئة الانقاذ قالك تبتحدد على اساسه قالك اوه نمرة واحد على قيمة الشيء الذي تم انقاذه نمرة اثنين على الجوهد المبزول فيما تم انقاذه نمرة ثلاثة على تقليل الضرر للشيء المنقذ يعني النهاردة عشان اي انقذ السفينة زي يدي في الوضع ده اللي هو انشدتها والقاعة بتاعها تبهدل نتيجة الشد اللي انا بتشده والبهدل فهنا قال لي في القيمة يعني زود اللعب على ملك السفينة على شركات التامين بخلاف لما انا عملت انقاذ الانقاذ ده انقاذ نظيف بالنسبة 100% وبالتالي اعتبرنا ان الانقاذ ده يستحق مقافئة الانقاذ يبقى عندنا ثلاثة كليمز او ثلاثة مطالبات مطالبة نتيجة الاضرار التي اصابت قناة السويس نتيجة الشخص مطالبة تانية الاضرار اللي هي خاصة باللوس بورفينشل اللي هي نتيجة فقد العائد مطالبة تالتة بالاضرار اللي هي ضرارتها القناة وهتحتاج تبنيها من جديد وهتصرف عليها من جديد المنتبه الرابع اللي هي مكافئة الانقاذ وطبعا تاخدوا بريك دلوقتي وان شاء الله على الساعة ثمانية اللي ثلث بيبدأ المحاضرة التانية ان شاء الله تحياتي ولو في اي طريقة ما تحكمها تحت امرا حضرتك انا الدكتور محمد السلامي فنم مدير مركز تحيات الحوادث البحرية في الاكاديمية تحت امرا حضرتك حضرتك تطرقت لي المقاسات بتاعت قناة فانما قناة فانما جديد من بعد 2016 زادت الحمولات بتاعتها دلوقتي العرض بقى 55 متر للماركت لا دي قناة اضافية قناة فانما الاساسية زي ما هي شغال فانما دي هم عمل قناة اضافية وقد بحالك ازاي وما زالت في الفترة التجربية بتاعتها لكن دي قناة اضافية مش القناة الاساسية بانما الاساسية انت عارب احنا عندنا في ملاكب اسمها بانماكس بانماكس اللي هي لنقلات الحبوب وكده اللي عرضها لا يزيد عن 32 متر عشان يسمح لها ان تمر في قناة بانما لان عرض قناة بانما اا 34 متر ويمكن حضرك تعرف ان قناة بانما بيمروا فيها ازاي بيمروا في اهوثة وانا هعرض لكم فيلم دلوقتي بكده الاهوثة دي مش بخاطرات لا دي بيمشي اه اطورة على سكة حديد بيصحاب الملاكب مرفومة فانماكس بس دلوقتي في ديزاين جديد اسمه نيوب بانماكس نيوب بانماكس دي لها هيعدي بقى من الخانان الجديد اه هو خبتها 50 عرض ده ايوان دي اه يعني دي ما برضو خمسة وخمسين عرض دي معناها الخاناة كم يعني ستين اه لا احنا اكتر لازمنا اكبر لا احنا اكبر ايه لا مفيش بالقناة زي هنا احنا مفيش كمنافسة ممكن يعني احنا ممكن لو جبنا سيرة المنافسة هو الحتة من اول هونكوم كده وحريك طالع من الشرق كده لغاية قرب الولايات المتحدة ده مش هيجي عندنا اللي رايح عندهم هون كل البزنس بتاعشان الاسيا مش هيجي عندنا اللي رايح اه نيويورك اللي رايح غربنا لا حضرتك لا ما برضو اه الخمسة وخمسين متر بتاع الخاناة بتاع اه اه قناة بانما الجديدة مخيضة بالغاية تس بوصلوش لخمسة وعشر متر المواصل بستاشر متر عندهم ستاشر وخمسة وخمسة وعشر مواصل حريك اه ما نقول لها حريك فبالتالي برضو انت لكن انت عندها خمسة الخاناة خمسة وعشرين متر بس المنافسة يعني صعبة جدا ما كنت تنافس اه خاناة السويس لسبب واحد انا هديلك مثال صغير اولا تركيا عايزة تعمل خاناة ما بين اه اللي هو خاناة استنبول دي طولها حوالي تلاتين اه كيلو التكلفة المبدئية تسعة مليار دول اه اي لما تيجي تفتح قناة او تفتح حاجة هديك لازم تبقى برضو عمل لها في زميلة الصادية عشان تعرف العائد بتاع التسعة مليار دولار دي حاجة فاديه اكيدا فبالتالي انا متهيق لي انا مش بقولك المنافسة مستحيلة انا بقولك المنافسة مستحيلة لكن انت لما تيجي تنافس انا النهار ده فتح هايبر ماركت زي مثلا كارفور واجه افتح جنبه سوبر ماركت مقدرش اقول ان السوبر ماركت ده بينافس الهيبر ماركت لا يعني لازم نقوم بصراحة ننصف القناة وننصف مصر فكيرا الدليل على كده حضرتك اللي حصل في العالم البنك اللي حصل في العالم ده مظهر قوة القناة واجهوزية القناة وما ده اهتمام العالم بها صحيح اكيدا انا اقولك ان القناة دي احد الروابط في القوة العسكرية الامريكية اللي هي ربط ما بين القصول السادس والقصول الخامس اكيد افن انا اصدي ان التريدروت هو اللي بيحكمي انا انا لو بتكلم على تجارة طالعة من الصين او كوريا او اليابان ومستهدفة هلوم هلوم انا سامك يا دكتور هلوم سامك يا دكتور الصوت الصوت اطعم علشان اه اللي بحاول لانا اقوله ان التريدروت اه حيحكم اه كلم بقى ان المركب ما يعديش من عنده عشان كبر حجمه فده بيعدر في المأسات يعني يشوف المركب المناسب يا حضرتك اه اه انا كنت بدارس في الاكاديمية لغاية لغاية السنة كويس 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 انما طبعا يذكر الله خير يعني مشكور لا انا طبعا انا حضرتك انت تعرف او ما اعرفش انت تعرفوا لا انك كنت بدارس في الاكاديمية من سالة ستة وتسعير اللي جات الفين وعشرة مدلس تحرير حادث البحرية في المجلستير والدكتوراه تحرير حادث البحرية والدبلوم النيروجية كمان تحرير حادث البحرية والتأمين البحري والمطلبات والتعويض انت بساعدك ازاي وانت عشان توصل للحياة دي كلها لازم بتدرس في المجال البحرية على السفر الاجنبية من السفر المصرية قد تبقى لك فبالتالي يعني الحاجات دي كلها يعني احنا مش عاطين مصر حقها لا في النقل البحري ولا في القناة السويس احنا اكدنا انت تعرف يعني اكدنا عندنا حاجة عادي لا دي حاجة كبيرة جدا قدام العالم دي حاجة كبيرة جدا وحاجة بتخدم عالم الدليل على كده بقولك ان النهاردة بقى تاني يوم من قفلة القناة البيتون ارتبعت اثاره بنسبة اربعة في المية صحيح ده يعني لو حصلت حرب ما بين امريكا وراسة ما كمشي تاني يوم ترتفع اربعة في المية فبالتالي لا لازم كمصريين نحس باهمية القناة دي بالنسبة لنا احنا بنتمع ان شاء الله يعني المنطقة الاقتصادية بتدحلها وتعمل لنا شغل اللوجستيات اللي حوالين العبور بقى والله شوف انا عايز اقولك انا برضو انا يعني مش هقول ان انا احنا نفسنا المنطقة الاقتصادية ونفسنا نستغل السواحل بتاعتنا الساحل اللي هو موجود من بورسعيد لغاية دميوات والساحل اللي موجود من الدميوات لغاية اسكندرية احنا عايزين نستغللوه وبرضو ساحل البحر الاحمد عايزين نستغللوهم الاستغلال الامثل وانا شاف الدولة هي نشيطة وعملت دعم جابت جدا المواني والطرق وكده لكن احنا عايزين اكتر من كده احنا عايزين نخش بقى في حاجة تسميها دلوقتي المدن المينائية اللي هي المدن الكاملة مدينة كاملة منها ميناء ومنها ترسان البناء ومنها ورش ومنها ورش تخرين وورش تصنيع صفن ومناطق هب كبيرة يعني احنا ورش عندنا مناطق هب في منطقة البحر الابي المتوسط وهي منطقة توسط العالم المفروض ان انا يبقى عندي هب يقدر يستقبل عشرة مليون تن يتخزن جوه الميناء مثلا حبوب يستقبل لي مثلا مليون سيارة نخزنها في مصر عشان في حالة زي كده اللي حصلت دي لما انا عندي هب في البحر الابي المتوسط وهب في البحر الاحمر الحاجات دي تتخزن وتتنقل بسهولة والدولة مش هتتكلف فيها وتتعمل بناء ميناء مينائية على على مستوى وان شاء الله ربنا يصر حال باذن الله ويحصل تقدم في هذا المجال ان شاء الله بسن الله وانا بطالب من هنا بقى لو احد سامعي انا بطالب ان فعلا تنشأ وزارة متخصصة للنقل البحرية عشان النقل البحرية ده انا باعتبره البلاد كتيرة جدا باعتبره الفرقة اللي بديت عشرة بيضات ده في اليوم فهنا عايزين نهتمل بي شوية ورأي حادتك طبعا ما شاء الله على ساعتك ولكن في برضو ناس يعني انا مش عايز اكبر الوقت البريك برضو ولكن في ناس متخفزة على حتة نقل البحرية متخصصة دي اللي هيحصل ما بين المواني والطرق من ناحية والمراكب من ناحية والدليل ان احنا كان عندنا وزارة نقل البحرية متخصصة في تاريخك وما مشاش حالها يعني لا 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 انا ما بصدش ان احنا نعمل تفريقة ولا حاجة لا انا بقول متخصصة ليه يعني النهاردة احنا الفرق ما بين المواني والنقل البحرية وما بين النقل الداخلي ايه النقل الداخلي فيه جزء كبير جدا ده الدولة بتديره دعم وجزء خدماتي لداخل البلد لكن النقل البحري ده جزء خدمة مصدرة للعالم دي بتجيب العملة الصعبة لك بتجيب العملة الصعبة لمصر اذا كانت عن طريق رسوم المواني عن طريق خانس السويس عن طريق اي ان كان دي اللي بتجيب الدعم لك لمصر العملة الصعبة فانا النهاردة لما انا مثلا كوزير اي ان كان هتجيب وزير دبع ايه مش عارف ايه حصل حدث في قطري وانت قادت في اجتماع استثمار جبير جدا في النقل البحري وحضر نازم الموزير حيثيبتك من داع داول يروني شو فحدث القطل لدرب حمار او درب اسكليتك ده الوضع الطبيعي ان الوضع بيهم الوضع فانت اجيب وزير عايزين نقول وزير متفارغ دا ده قطع استثماري خدمة مصدرة للعالم كله بتجيب لك عملة صعبة والخدمات التانية اللي هي داخل الملد دي كلها الدولة بتديلها دعم وتديلها كذا ونمر واحد بالنسبة لها عن اي حاجة تانية فبالتالي انا بطالب الوزير مش بقول انه متخصص انا بقول وازق وزارة متخصصة في الموضوع ده تقدر تستمع لك وتقدر تجاهز مشروعات وتقدر تعمل كذا وتقدر تعمل كذا لان المصر عندها ترتلاف وتلتميت كيلو متر على السواحل عندنا اكتر وانتين وخمسين ميلا عندنا قناة السويس عندنا حاجات كثيرة جدا ما عندنا بحيرات فاحنا محتاجين فعلا وزير متفارغ بعيد بقى عن حوادث الطورة بعيد عن حوادث الأطورة بعيد عن المزلائنات بعيد عن كده متفارغ اللي حتى الي بس وفي نفس الوقت الوزير بتعنقله من مصرات حيبقى متفارغ للجزء بتعنقله من مصرات ده انا رأيي انا مش بقول فيه اي حاجة لكن ده انا بقوله الرأيي ده على اساس ان هو حيفيد البلد اكتر من كده تسمح لي يعني انا ممكن اعقب على رئيس عدتك طبع 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 والله يا فندم انا خايف بس حتة بتاعة الكونفلكت اللي ممكن يحصل ما بين الفتباب نحنا كان عندنا مثال يعني واحنا لسه ظهارين كان في حاجة اسمها جي ام دي اس اس بتطلع الشهادة تاعة الراديو اوبريتور دي كان في مثلا راديو اوبريتور ياخد حاجة اسمها جنرال سرتيفيكات واحنا كمال لاحين كنا بناخد حاجة اسمها ريستريكتد سرتيفيكات وياما راح من انا شركات ومراكب كتير لان ما عندناش الشهادة دي ويه لان الدولة منعة ان الزباط الملاحة ياخدوا الحاجة ده هيت عشان يسيبوا الظابط اللي سلكي ياكل عيش ولكن اتحلقوا كل ما ليه بقى لان كان ايامنا في حد اسمه سلمامة والدي حركية حركة يعني عارفه وزير بنقل مواصلات واتصالات سلكية ولا سلكية والطيران المدني لما وصلوا راب المشكلة وانا قالوا احنا دلوقتي الناس كلها ماشية بالجيوسي واحنا بس اللي عندنا ريستريكتد بحلها بكلمة ليه لان الراجل ده كان وجور النقل وزير المواصلات الاتصالات الاتنين بحلق كل عنده كان ايه بجرة قلب مش فريق من هنا والدنيا تقع وحركة عارف السيستم عندنا ماشي ازاي بوسي احد اجعل كل اللي انت بتكلم فيه ده السيستم الاداري وانا بتكلم انا كلمة بسيطة لانا بقولها والله احنا زين وزين لكن الدولة نفسها قادرة على انها تعمل السيستم ويكون نكشن بين الوزارات وبعضيها واختبالها دك ازاي وعن طريق رئيس مجلس والوزراء يقدر يحلل المشاكل ده كلها ويبقى فين اتصال ما بين الوزارة دي والوزارة دي ولجنة اجتماعية ازوائية لحل تزيل اي عقبات بين الوزارتين بل لكن انا اللي انا بقولول انت عندك بلد كبيرة بلد بحر كبير ماينفعش يعني اننا النهاردة يبقى عندي وزارة طياران واختبالك ومعنديش وزارة طيارة لبحر انا عندي كم طيارة عندي تمامين طيارة عندي كم مطار انا عندي وزير طياران ومعنديش وزير النقل البحري انا كابني من ابناء النقل البحري وغيور انا عايز واحد يبقى هو باسم التمعلي بالنسبة 24 ساعة في اليوم مش ان انا عارف الوزير عنده مشاكله في السكة الحديد وفي الطرق وفي الكبار وفي كذا وفي كذا وكذا فبالتالي انا يعني ده رأي وهو رأي ممكن يكون اه مصح بس انا بطرح الفكرة دي ان انا بقول ان انا لما يكون في وزير يعني مستامع ومتفارغ لهذا الموضوع بمتهيئة اللي هيكون يعني الانجاز اكبر من كده والمشروعات هتكون اكتر من كده طيب بس ارحلك بسؤال يعني اجيبها ابنائها تاني بخلش تتمنش الفي مثال ننجح في العالم عنده وزارة بحري ابناء البحري يكون تخصصك بايس عنده امارة كده عنده مراكب عنده صناعة ابو الصحة ده هقولك حاجة النقل البحري في كل العالم مش هنقول ان هما بقدمجين نوم الوزرات لكن اللي هو بيبقى رئيس القطاع بتاع الوزارة برضو ده بالانتخاب باخد بالك او بانتخاب يعني اقصد بتعيين من اه بجرس الوزراء باخد بالك لكن بيبقى له كافة صلاحية الوزير انا الحمد لله يعني لفت كتير وقابلت بالوزير النقل الكوري جنوب يعني كوريا جنوبية وفي البحر معروفة وترساناتها والكي ار والدنيا دي معروفة جدا كوريا عاملة ازا في البحر الراجل ده شغال ايه وزير النقل والنقل البحري والموارد البحرية والفيشريز يعني الوشن مانجمنت والفيشريز اللي اتنين معا بقول له انت ملك وماله القصة دي انت بتعمل طرق وبتعمل نقل وبتعمل نقل بحري قال لي ما انا عشان اعمل نقل لازم اعمل طرق صح اصلا انا لو دي تحت ايد حد تاني انا مش هعرف الشغل الراجل ده يعني فستو فيز بس انا بس انا طبعا انا بحترم فكرة حضرك في الموضوع ده وانا ما بتنقش فيه انا بقول لك الفكرة دي مش هتنفع ان انا اتنقش فيها انا وانت الفكرة دي من المفترض اللي يتنقش فيها اللي هما الجماعة يعني اللي هما القائمين على ادارة الدولة رئيس الوزرة مع وزير النقل البحري او الوزير النقل المulen Lloyd Kurk او الوزير النقل المساوط ونقل البحري مع مجموعة الوزرة ومجلس الشام و تاعمل قل بقتطلع ان انا لما عملت وزير أو فصلت وزارة النقل عن وزارة النقل البحري ايه الـ Advantage ايه الـ disadvantage فانتف يعني لازم نقول كده ان انا بحول ان انا اعرف ايه المميزات اللي انا رحفتها و ايه العيوب و ايه المميزات اللي انا خليتها و ايه العيوب و نشوف و نقارب لكن نقصد مش في منقشة في خمس زقاية احنا بنحدد مش بنحدد السياسات لكن دي المفضوع الموضوع ده بتبقى فيه مواقشة مجتمعية كبيرة خدت بالك و يشترك فيها اصحاب المجال ده خدت بالك ساعدتك بما فيهم الاكاديمية وبما فيهم غرفة 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 الملاحة وبما فيهم القطاع الخاص بتاع الدولة على اساس نطلع الفكر ايه كبير و نعم فعلا نبقى عرفنا ايه المميزات و ايه العيوب و ايه الديس الادبانتش و الديس الادبانتش لانشياء وزارة زي كانت بحيث ان هي المنظومة ما بنقولهاش ان هي والله انا قلت فكرة لا ان تتنفذ و انت قلت فكرة لا تتلقى لازم تبقى لها في يعني فيها مواقع اجتماعي وفيه مواقشة مجتمعية للناس المتخصصين في هذا المجال على اساس ان المنتج بتاعك طالع بما يرضي الجميع اللي احنا هنقوله دلوقتي عايزين يتكلم عليه اللي هو هنبدأ بالتخطياط التأمينية خدت بالحضرتك للبضاء والماركب والحاجات دي كلها برضو عشان الناس يفهم احنا موقفة ايه في المواقع دي كلها يعني اتكلمنا ان الحاجس توقع وانه عرفنا ان فيه تخطياط تأمينية على البضايع وفيه تخطياط تأمينية على السفينة وفيه تخطياط تأمينية قصة بملك السفينة او تحديد المسئوليات ملك السفينة ايه التخطياط التأمينية اللي هي يعني بتهم ملك السفينة قوي طبعا المسئولياته لان المسئوليات بتبقى غير محدودة يعني في حاجة زي ده هو مسئول عن كل حاجة على الماركب وبالتالي اما مسئوله على البضايع ومسئول على الطاق ومسئوله عن كذا ومسئوله عن كذا ومسئوله عن كذا طيب لما نيجي نأهر التأمين اللي هو القاس بالتأمين على السفينة نمره واحدة التأمين اللي موجود على السفينة بيغطيلي بعد الأخطار اللي هي بتتعرر لها السفينة في البحر أو على البحر يعني إيه في البحر أو على البحر يعني مثلا أختاره للشحوط والجنوع والتصادم كل دي أختار ونعتبرها في البحر فبإيه الأختار اللي على البحر إيه الحقيقة اللي يحصل على السفينة انفجارات حاجس تحطم أو نشر بضاعة حاجس عطل في المكانات كل ده مغطى ايه الثاني المهم اللي مغطى المهم اللي مغطى في هذا الموضوع أساسي ومهم جدا في الحالة بتاعتنا دي إن كافة أخطاء الربان والطاقم كافة أخطاءهم وصيق تأمين جسم السفينة والألات مغطى تماما خطأ الربان أو تعامد الربان في الخطأ خطأ الطائم أو تعامد الطاقم في الخطأ بمعنى لو المركب دي كان يعني قلنا قلنا فيه ثلاث حالات إن هي ممكن تكون حصل فيها إن هو غلطة الطاقم أو غلطة الأبطان أو إن فيه حصل في الدفة أو حصل رياح فالثلاث أخطار دي مغطى إذا كانت أفعل رياح والأمواج والأحوال الجواية فدي مغطى تأمينيين خطأ الربان مغطى تأمينيين لو كان فيه تعمد فمغطى تأمينيين لو كان فيه تعمد من الطاقم فمغطى تأمينيين خطأ الطاقم وخطم الربان مغطى تأمينيين دي موجبه بثيقة اجسام السفن والالات البضاعة البضاعة والله دي بيبقى الراجل اللي بشحن بضاعته دي بيبقى راجل حسن المية وبالتالي ما حدش حيلوم عليه ولا حيقوله والله انت عملت كذا أو كذا لا ده سلمها للعبطان بموجب بوليسة او البوليسة مكتوب عليها ان هي البضاعة دي مش حيقول مكتوب عليها سليمة طالما البوليسة معلهاش ملاحظات فتبقى البضاعة اللي سلمت لمالك السفينة سليمة او لسلمة الابطان السفينة سليمة بالتالي محطش عليها اي ملعزات او اي روكومنديشن فمن هنا طالما انه هو سلامة سليمة لازم يسلمها في ميناء الوصول سليمة في مدة لا تتجاوز الستين يوم من شحنها على السفينة تبقى للتفاية الدولية واذا لم تسلم فاصبح لملاك السفينة لملاك البضايا من حقهم انهم ينقضوا مالك السفينة عن التأخير اللي حصل ان التأخير اللي حصل على السفينة او بسبب السفينة التأخير ده بيسبب حاجات كتيرة جدا لو البضايا في بعض البضايا بتبقى قابلة للتلف فنتيجة المدة اللي هي اصبحت اكتر من هي كانت مفروضة في بضايا اكيد هكتبت في ايه الحاجة التانية ايه هقولك النهاردة في اعتمادات مستغندية مفتوحة ما بين مستلم البضاعة ومشتري البضاعة وباقي على البضاعة والاعتماد المستندي دي بتبقى محدد بفترة اه زمنية بيتفؤ عليها وعادة الفترة الزمنية دي يقول له النهاردة اشتريت منها انت حتى ده تبعتلي امتى حيقول له انا حبعتلك قبل خمسطاشر مايو مثلا ايه 2021 او قبل خمسطاشر ابلين 2021 ففشل ان هو يبعته له في التاريخ ده فالاعتماد المستندي بيتوقف او بيسقط وبالتالي بتبقى فيه مشكلة وايه اصبح ان الرجل اللي هو باعة البضاعة دي وصدرها فيه اه فلوسه في مهب الريح ان هو مش عارف هيعمل ايه او كده فبالتالي بتبقى فيه اعباء مالك السفينة وتنقع نتيجة اه اه التأخير في تسليم البضايع اه في ميناء الاصول بالاضافة حاجات كتيرة جدا طبعا خدت بالك يعني النهاردة عارفين ان البضايع دي في حاجة اسمها فاقد السوق فاقد السوق الى النهاردة المستورد البضاعة عشان عايز ابيحها في شهر ابل يلي لان شهر ابل يلي حميها فيه كل المنتجات الصيفية او المنتجات منتجات معينة ايش اباحة في شهر ابل لو دخل عليها شهر مايو انا هليقى ممكن منافس شديد ليا خليني افقد السوق فبالتالي كل الحاجات دي بتبقى فيه فقط من المفترض ان تأمين البضايع او التأمين على البضايع بيغضيها ومن هنا هيتم الرجوع على مين على ملك السفينة دي حاجة قناة السويس هترجع على ملك السفينة كل المراكب اللي هي وما تعطلها برا خنة السويس اللي هو معه في بورتسعيد وفي السويس هترجع على ملك السفينة اللي هو سبب لهم فضره سبب لهم فأحطر طب مين اللي حينقز ملك السفينة بالموضوع ده اللي حينقز ملك السفينة بالموضوع ده اللي احنا من نسميهم المجموعة بتاعت البي عن داي كلاب او اللي هي بورتكشن ودي مجموعة قوية جدا يعني فيه دلوقت كانت زمان ما فيش اشيلا موالي خمسة وعشرين نادي حماية وطعويد وكانت النوادي دي هي بيسموها اللي هي مؤسسات غير قابلة للربح بمعنى ان هي الفلوس اللي بيتجابها من اعضاء النادي او من اعضاء المؤسسة دي بتتصرف على الموظفين اللي بيديروا عمال وفي نفس الوقت بتتصرف تلت تعويدات لملك السفين الصفون طب ايه دور مالك نوادي الحماية والطعويد دور الحماية والطعويد او نادي الحماية والطعويد ده بيأمن مالك السفينة ضد حوالي ستة وعشرين مسئولية غير محدودة السقف وبيقوله انا بغطيك بيليسكوب وفي خبر ده فمن ضمن هذه المسئوليات اي اصابة او اضرار تصيب البضاعة بسبب السفينة او اسناء الرياح للبحرية اي اصابة او اضرار تصيب اه ركاب السفينة او الطاقم اللي موجود على السفينة من اصابة وفاة اصابة برحية اه نقل من المستشفيات تعزل يعني في موضوع كورونا ده العزل كله اللي احنا سمعا عليه اني مراكب الركاب اللي هي الكبيرة اللي اه كان فيها عزل وبتاع كانوا بتتعود من من بتتعود من نوادي الحماية والطعويد عن اللي حصل ده يبقى نادي الحماية والطعويد واحد مثلا قطع تريده على المارك رجله على المارك وجاء باجل ده داخل المستشفى في امريكا وطلب تعويدات عشان فوق عمله في البحر بسبب قطع رجله والقطع رجله ده بسبب السفينة فبالتالي استحقها تعويد وبتحصل كان التعويدات وكان فيها قضية عندنا قبل كده وكان التعويد فيها حوالي 40 مليون دولار لفقد رجل شخص وكان بحري ما كانش مثلا نقول ابطان ولا زهب طلب فالتعويدات بتبقى متعويدات يعني مهولة جدا وكبيرة جدا ولا يستطيع تحملها إلا نوادي الحماية والتعويد شركات التأمين فهي شركات تجارية خائمة على رفح والتصارى وبالتالي فهي بتحدد قيمة القص بحد أخصى قيمة لحد الأخصى بسيقة التأمين وما فوق ذلك لا لكن نوادي الحماية والتعويد بتقصر التعويدات بتاعتها كان فترة قريبة كانت اتنين وواحد من عشرة مليار دولار ودلوقت تزودوها إلى تلاتة واثنين من عشرة مليار دولار ممكن النوادي تتحملها وبدون أي خساية نبقى برضو عشان نطمن للناس نقول إيه طب سوء التأمين كده بيخسر لو مثلا نهارده خمسة السويسط بالمليار بالمليار وشوية والمليار أقل هل شركات التأمين بتخسر ولا نوادي الحماية بتخسر هنقول لا يعني الأحصائية الأخرانية اللي هي كانت طلعت في 31 ديسمبر 2020 من السوق التأمين الإنجليزية قالوا إن العائل أو المكسب في قطاع التأمين وصل لحوالي 34.6 مليار جنيس سرلين وصل للتعاوضات اللي كانت مدفوعة حوالي 4 مليار جنيس سرلين يعني هم كسبوا 34 مليار وكانوا من دمن اللي هم المصريف اللي هم صرفوها كان آآ 4 مليار يعني كان كده داخلوهم آآ السنة وفي الموضوع ده لا يقل عن 60 مليار بدليل إن هم كسب 34 ومسددين 4 مليار واخد بالك الموظفين والرسوم الإدارية وخلافه وخلافه يعني كان الدخل حوالي 60 فالشركات التأمين ممرها ما هتكون خسرانة في أي وضع من الأوضاع مع العلم إن الحادث اللي حصل ده يعتبر من أكبر الحوادث البحرية أو الأكبر آآ حدثة في التاريخ الحديث لحجم سفينة وحموج السفينة بالشكل ده وأظن كمان هيبقى فيه المطالبات التعودية اللي حم اللي حيتم مطالبتها من اطراف الآخرين وبحيزبة صغيرة كده أنا اللي أنا قريته وسامحته في الفترة اللي فاتت كان فيه آآ شركة شركة إنقاذ اسمها اسمه شركة إنقاذي بعثت قاطرة آآ للمساعدة في قناة السويس للأعمليات الشج وآآ وكانت القاطرة دي آآ بناء على طلب مولاك السفينة قناة ما كاناش طالبتها اللي ما كاناش محتاجاها وبالتالي فطالبوا من قناة السويس إنها تسمحلهم تقش معاهم وتساعد فقالوا له أهلا وسهلا أنا فجئت إن السفيق القاطرة دي أو مولاك القاطرة دي للمسلمات تاك بوتس آآ طالبين عشان الآآ الطق ده أو القاطرة دي وصلت قناة السويس وقعدت حوالي ستة وثلاثين ساعة فهم طالبين بتعويد تلاتين مليون دولار أمريكي عن ستة وثلاثين ساعة اللي هما في قعدوها في قناة السويس وبالتالي ممكن أنتوا تحسبوا يعني ممكن قناة السويس تطلب قد إيه ويبقى من حقها أكتر كمان فهذه احنا تكلمنا على الجزء بتاع التعويض السفن أو تأمين السفن ونوادي الحمية والتعويض من دمن التغتير بتاعة نوادي الحمية والتعويض أي ضرر في البضاع والضرر ده يعني مش شرط بس يكون نادي يعني مثلا النهاردة البضاعات أخارت فحيبقى فيها أضرار في ناس حتطارب بأضرار النوادي الحمية والتعويض حتطاربها طيب مئة تانية السفن اللي هي حتطارب بره خناة سويس وبالطالب ملاك السفنة بتعويضات عن التأخير ده نوادي الحمية والتعويض اللي هو بتحديد اسمه نادي اليوكي كلب وإذا هم اللي هيعوضها أي حد حيجي على السفينة بيطالب بحاجة نادي الحمية والتعويض حتطارب طيب مالك السفينة بيجيلي عملية دي الساعة ما عايزين نعرف الإدارة التأمينية لهذا الموضوع نمر واحد احنا عندين حاجة اسمها ايه العواريع العامة او الاشتراك في الخسارة العامة او ايه جينال افريج ده قال والله القانون او المحادثة الدولية حددت لنا وقالت ان الاطراف اللي مشتركة في الرحلة لما المكسب بعم على الكل ولما الخسارة تعم على الكل وكل واحد بنثبته بمعنى ايه طيب النهار ده انا حسابيا كده مبدئيا من قد من البضاء اللي هي موجودة على السفينة حوالي اثنين مليار دولار وقيمة السفينة ومية واربعين مليون لابقنا النهار ده فنشوفوا الاضرار اللي هي المطالبات اللي هموا بيطالبوها اصحاب الدرة اللي هوقع عليهم اذا كانت قناة السويس اذا كانت الملاكب المتوقفة اذا كانت درة نتيجة انسداد قناة السويس ووقفة التنفقات المالية لها كل ده بيخش في الحسابات وبيقول لا طيب لو فيه اصابة في جسم السفينة الاصابة اللي بجسم السفينة دي كان اللي هيتحملها اللي هو شركة التأمين بتاعت اكساب السفينة طيب النهار ده انا عن قصص السفينة بالكامل وما فاش ضرر بس فيه ضرر تاني وقع فانا عنقصت مين كمان شركة التأميم بتاع الجسم السفينة فجسم السفينة هنا هيشترك معايا في التعويض وهيكش في العواريات العامة عشان كده همالك السفينة رفع عضيفة نلطرة عمل حاجتين عمل العواريات العامة عشان كل الأطراف اللي هي البداعة اللي موجودة على المركب دي ما تتفرقش إلا لما ياخد من كل صاحب بداعة على المركب وشركة التأميم بتاعتها بورانتيه ان هم حيسدون دوله نثبته في العواريات العامة أو في الضر اللحظة دي نمرة واحد نمرة رفع القضية ليه تاني قال لك عشان فيه التفاقية اسمها التفاقية أو الحد الأخصى لتحديد مسؤولية المالك فهنا مالك السفينة قال لهم أنا مركبة 840 مليون وانتوا 2 مليار دولار فأنا بالتالي أنا بحديد مسؤوليته وقصدكم بال140 مليون دولار دول في العواريات العامة وما زل في التفاوض واجتماعاتنا بين هيئة قناة السويس والملاك والتأمين والبيئة انضاعي والكلام ده إلى أن يوصلوا لحل مرضي لجميع الأطراف وتنتهي القضية التعوضية بتاع هذا الموضوع لكن إلى الآن الموجود السفينة موجودة في البحيرات المرة تحت التصارف هيئة قناة السويس بتحت الحجز الإداري من قناة السويس لاستفاع كافة نصحاقتها أو الضمانات اللي تتحط للإفراج عن السفينة ومعليها من بضاعة ومن تريقة اللي بقى أن يبدأ الأسئلة بتاعتكم لأن الأسئلة اللي هتشغلنا هتخلينا نخش في الصورة وهنخش في يعني تخلي مخي يشغل معها في أي أسئلة ولا تحتها الخمس المطالبات بتاعت اللي هي حتى طريبها من قناة السويس نظبوط كلا؟ تماما تماما إحنا عوالا نمرة واحد طبعا إحنا عارفين إن المركب داخلت قناة السويس وأصابت القناة المجرى الملاحي بتاعها بأضرار قد تبعلك فهدي أول مطالبة عن الأضرار التي أصابت المجرى الملاحي المطالبة الثانية إن هي اللي هي كان العائد المتوقع للسفينة قد تبعلك تجيبه خلال الفترة بلاعة الحجزة دي فبالتالي هي كان عندها عائد يومي والعائد اليومي ده فقدته نظرا لأن السفرة ما كاناش بتمر من قناة السويس نمرة ثلاثة النهاردة المصاريف اللي هي تمت لتعويم السفينة وإنقاذها نمرة أربعة مصاريف الإصلاح بتاع الجنبية القناة أو ضفطية القناة اللي هي المصاريف اللي هتصرف على الإصلاح والتكريك من جديد وبناء الجنبين من جديد الخامس اللي هو مكافأة الإنقاذ التي استحقاها قناة السويس عن الإنقاذ النظيف اللي تم وسط قناة السويس سلام عليك يا دكتور سهلا سسمعك نبين بس من ناحية الاختصاص المكاني للمحاكم وتنازع القوانين كليس يعني إيه الأمور الحاكمة في هذا الإطار أنا أقول لحضرت الخاجة أو طبعا يعني إحنا لو إحنا تكلمنا على التنازع المكاني أو التنازع القوانين إحنا بالنسبة لنا زي ما قلت لحضرتك لما الوكيل رفع صاحب الماكب رفع القضية رفعها في لندن عشان يحجد مسؤوليته وعشان يعلم العولية العامة لكن إحنا هنا المحالي القانوني للتقادي هو القانون المصري والمحاكم المصرية والاتفاقة الدولية بتدينا الحق وتدي كل دولة حق اللي وقف حاجس على شاطئها وممر من الحلاء هو ده التنازع القانوني يكون في محاكمها هي فقط نمر اتنين القانون المصري بيحدد إن القادي هو ممكن ليحدد المكافأة التعودية تبقى اللي بيقدمه المتضرر أو المنقذ فبالتالي إحنا عندنا هنا المتضرر والمنقذ فرض واحد بس إحنا بنقسمهم في المطالبات القضائية وبنقول إن إحنا طالبين كذا وطالبين كذا وطالبين كذا وطبعا إزاي ما إحنا عارفين يعني قانونة السويس مشهور لها بالكفاءة العالمية فمن هنا هتبقى العملية يعني المالك هيخسر أكتر لو قانونة السويس لجت للتقادي لأن خلاص مش هيسيبه ولا بان يعني إحنا عارفين إن قاناة السويس هي بتتحاول عشان تخلي برضو تمشي الأمور مع المالك واوي الاخر وما أصابه من أضرار وما أصاب أصاب البلاعة من أضرار فهي بتحاول يعني إيه تساعدهم واخد باله لكن لو المالك ركب دماغه وقال لك لا ما فيش اللي التقادي طب اللي حيحصل في الحالة زي زي إيه بقى هي إحنا لغاية النهاردة قلنا إن كان فيه حجز إداري لغاية النهاردة وقل ما ركش هيبقى فيه إيه ممكن إن كان فيه حجز تحفوزي وبعد الحجز التحفوزي ده بيبقى فيه حاجة اسمها حجز تنفيذي وبعد الحجز التنفيذي ده بيبقى فيه حاجة اسمها تندر دولي أو مزاد دولي لبيع السفينة ومعاليها من البضاعة طب ماذا أصرف الموضوع ده؟ البضاعة ممكن تحصلها ضرور الكشيجي جداً وكل شركات التأمين اللي هي مأمينة على البضاعة هترجع على ملك السفينة ونادي الحماية والتعويض بتاعها فبالتالي من المفترض والمتوقع إن ملك السفينة والنادي الحماية والتعويض بتاعه هيحاولوا ينهوا هذه المسألة بالطريقة الودية التفاوضية فأسرع وقت ممكن تبين 24 ساعة لـ 48 ساعة لـ 72 ساعة حد أقصر لأنه مش من مصلحتهم إن يحصل نوع من التقادي ضد ملك السفينة فاضر حضر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام خير يا فاهمي انا سأحضرتك انا سأحضرتك سأحضرت يا والله يخلق بالمخاطر مع سيادة الله يخلق حضرتك السفسار بس يا فاهمي لأي مدى يمكن هات خلان سويس تدافع بعدم مسؤوليتها عن الحادث لا هي مدى لا 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 ساني واحد لا لا دا تساني يا أصل ما فيش مسؤولية عن في قناة سويس عن الحادث خالص لا يا فاهمي كانت إرشاد إرشاد فيها إجباري وتتفقد عنه رسولي كويس ايه مشكلة وكل المواني اللي في العالم في أمريكا وأوروبا وفي شرق أسيا وغرب أسيا وفي الشمال والجنوب أي إرشاد بيتاخد عنه رسولي وأي إرشاد يكباري لكن الإرشاد معروف إن هو استشاري المرشي الاستشاري قاد السفينة واحد بس اللي هو ربان السفينة فقط وليس أي حد آخر وأي حتى في العالم فيها إرشاد فالإرشاد دا هو رسولي قد تبقى لك فهنا خانيات السويس غير مسؤولة اتفاقية الخسطنطينية أينها الكلام دا اللوائح الداخلية بتاع خانيات السويس اللي قبل ما ماركي بتخشها بتشوفها وبتخرج بيها معنى إن هي قديمة الطلب وقبلت الدخول تبقى هي أخارة بلوائح خانيات السويس ولوائح خانيات السويس برضي بتنص على هذا إن لا توجد أي مسؤولية لا على المرشد ولا على القناة دا مش في مصر بس دا في كل حتة في العالم المرشد رأيه استشاري الأبطان هو أبطان قائد السفينة اللي هو بمس العالم السفينة قد تبقى لك فبالتاني ما فيش حد ينزع في هذا الاختصاص لا مرشد والعشر مرشدين وده مش دا مش في مصر بل في الدول العربية في كافة دول العالم البحرية تفضل حضرك كمان فأنا بشكرا ناف دكتور ممكن يتم الدفع بتوافر القوة القهرة بوجود الرياح والعوامل الجوية التي أثرت في جنوح السفينة ماشي وهو انت هتدفع بكده لو دخلنا في قضية بس هتفيدك في ايه يعني يعني النهاردة في قوة قهرة بس انت قدرتني هتدفع يعني هتفيد في ايه انا طلعت لك المركب بتاعتك سليما ما فيهاش اضرار فالس هتبقى لك مين اللي اتضر هنا قناة السويس انت هتدفع عن القوة القهرة خليتك تدرني وانا هتحمل القوة القهرة وانت متتحملهاش ده بازاي دي تيجي يعني لا هو ممكن يبقى فيه تعويضة عن التكاليف في استخراج او العمل على تعويم السفينة ولكن بالنسبة للأضرار بالنسبة للأضرار اللي اصابت القناة من قبل وعدم تحقيق فوائد ده القوة القهرة اللي منعيتني مش انا يعني ما عمل غير يامر لا انا ما اقول هو كلم حدلك مزبوط هو كلمك مزبوط وعشان كده شركة التأمين اللي على السفينة قالت لك ايه ان هي مأمنها السفينة ضد ايه ضد اختار البحار يعني اول باند البوليسة بتاعت تأمين جسم السفينة والالات بتغطي 11 باند اول باند قد تقولك قالك ايه قالك هي بتأمن السفينة ضد اختار البحار والمحيطات والرياح والامواج والحاجات دي كلها اختار البحار والمحيطات فبالتالي التأمين معترض بكده يعني عانيجي نعمل عكسه لا طبعا بيغطي السفينة تماما والنوادي الحماية والتعويل بيغطي نفس الباند هنا احبى مسؤولية تأمينية فقط غير مسؤولية يعني ملك السفينة او مستاجر السفينة معلوش اي مسؤولية مدنية صحك؟ احنا ما قلناش ان هو مسؤولية مدنية احنا من الكلمة النهاردة المسؤولية المدنية ان هو يعني بيغطي للسفينة وما اصاب من من اضرار بيرطيها البيئة اند قاية يعني ما برضو من قولها كباب البيئة اند قاية احنا قلنا القوة القاهرة بين الرياح والامواج اذا اثرت على جسم السفينة فشركة التأمين بتاعت السفينة نفسها هتعمل ايه؟ هتغطي اصاب السفينة من اضرار بنتيجة ايه؟ الرياح والامواج والحاجات دي بكلها البيئة اند قاية بيغطي الاضرار اللي اصبتها للغير بسبب خوة الرياح والامواج تماما 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 يعني ما احنا قلنا ايه؟ البيئة اند اي بيغطي المسئولية يعني المسئولية يعني ما فيش مسئولية بتغطيها شركة التأمين اه الاسم والالات لكن المسئولية بالكامل بتغطيها النوادي الحمية والتعويض اللي هي البيئة اند اي كلاب تماما دكتور شكرا حضرتك سلام عليكم دكتور سلام ورحمة الله وبركاته لا سلام عليكم كل السلام طيب دكتور حضرتك طيبة اول سؤال اه اطرف القضية للزاع البحر دي كم طرفين حيكون؟ ايوة اتنيا انا اه بنسبة انا لحبيت تحمي عميلي في التأمين ايوة طايع ايه الشرط اللي احطه هو صد التأمين طب احنا نتكلم في الشق الاولاني واعدل السؤال التالي الشق الاولاني انا بقول الاطراف اللي هتكون مشاركة في هذا النزاع نمر واحد في طرف مطالب اللي هو بيتمثل في هيئة خانات السويس بلايه زائد في اطراف اخرى مطالبة اللي هي المراكب التي تضررت قد تبقى لك نتيجة تعطل خانات السويس ادي عندنا ايه؟ طرفين في المطالبة الطرفين دون مختلفين عن بعض وهم ما يصوليش بعض وكل واحد يعمل مطالبته الواحدة فحنيك بنقول الاطراف اللي هي مشاركة في الحدث ده مع هيئة خانات السويس الاطراف بالبالدي كده وبالقانون وكل حاجة انا ما عنديش الا مالك السفينة ومن يغطي بمعنى ايه؟ مالك السفينة اذا كان مأمن فهو بقى الخطر بتاع المركب دي ومعليها بشركة التأمين والنوادي الحميم والطاولة مالك السفينة اذا مأمنش عليها يبقى هو احتفظ بالخطر عند نفسه وهو اللي قاين بعملية التأمين فهو اللي هيتعرض له كل ده فهنا ما عنديش ايه لطرافين اتنين ايه اللي هيت خانات السويس ومالك السفينة مالك السفينة وورا ديش جرار بقى وورا نادي الحماية والطاويد بتاعه اللي هو بيأمن ضد المسؤوليات واضح. اه في شرط التأمين شرط التأمين شرط التأمين تأحيل البطايع وعدم تسليم البطايع في معادها? ايوة ما ده ضرر. اه يعني ده ضرر ما نعرض عدم تسليم البطايع في معادها تبقى حضرتك. هو بيبقى مسبوع في وثاقة تمام البطايع تسليم البطايع خلال ستين يوم حد اقصد ستين يوم. الاساس ان رحل البحرية حوالين كرة ارضية لان تزيد عن ستين يوم. فهم عاملين حد اقصد ستين يوم. فما زاد عن ستين يوم فتعتبر ان البطايع بيتشرك التأمين اللي على البطاعة لا يقول او مسؤولة عن انها يتعاوض صاحب البطاعة نتيجة عدم وصول البطاعة قبل ستين يوم. لكن انت لو انت بتتكلم ان انت عايز تحط الشرط الاضافي في وصيقة التأمين يحمي المؤمن او يحمي صاحب البطاعة. اذن دي الشروط الاضافية بيتم الاتفاق ما بين العميل وما بين شركة التأمين عليه. الله يفعل حضرتك. دكتور بعدين سيادة. متوفى عن التأمين يرتفع على القناة السويسة او على السفن اللي عبره لقناة السويس بعد الحادث تابعت. لا ابو سعى دايما التأمين اه التأمين اه هو صناعة كاملة صناعة حساسة صناعة من اكتر الصناعات اللي هي اه دقة و اه دقة شديدة جدا. التأمين اللي ميجي يحدد الاقصاط بتاعت اه سعر البوليسة او اه يعني الناسبة المقوية من القيمة التأمينية. بيعمل حاجة اسمها حساباتك توارية. حساباتك توارية بياخد عشر سنين اللي وراء. قتبها حضرتك ازاي? ويشوف الملاكب اللي هي بتنقل صب وقال لها كم حادث. قناة السويس اه حصل لها كم حادث في اخر عشر سنين قتبها لكم القيمة الحوادث دي. انا مش عشان حاجة سعارة دي قتبها حضرتك ممكن يتوقع في اي لحظة وفي اي حتة في العالم. وفي كل حتة بيحصل كل يوم عشر حوادث. ان انا اقول ارفع نسبة التأمين. لا ما بيحصلش الكلام. حاجة التانية يعني كنحية فانية بقى. الاوجاء انا النهاردة في حاجة اسمها تأمين الحرب وتأمين الحرب الاضافي. لما يجي يقول لك تأمين الحرب الاضافي قتبها لك انك انت لو عديت خط اتن وعشرين الهو في خليجي في الخليجي العربي لغاية خمسة اه لغاية خط اتن وثلاثين انا هدفعك قيمة تأمينية قد كده عليه. طب انت النهاردة ده قمتت السويس كلها اتنشر ساعة المنور في اتنشر ساعة. هو هيقمنك لمدة اتناشر ساعة يعني هدفع لك مئة دولار ومئتين دولار زيادة. كلام ده مش هيحصل. هو الناس هي الناس بحاولة تبتكر حاجات خدت بالك ازاي. اه التأمين هيزيد. التأمين مش عارقة. لا التأمين ما بيزيدش كده. لا. يعني انا 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 اشركة هتزود. الشركة اللي هتزود هيروح للشركة ثانية. الشركة السيد زودت القيمة التأمينية. انا هروح للشركة الصاد. هروح للشركة عين. الشركة بتتنافس عن السعر بتاع حيبة ولاي مش بتتنافس عن زيادة السعر فالكلام ده غير منطقي بالمرة وغير عملي بالمرة. وطبعا انا بالنسبة مية في المية متأكد ان ما فيش حياة مندي ممكن تحصل. اتفضل حضرتك. لو في سؤال تاني لا تحتعملك يعني. لو في سؤال تاني تحتعمل حضرتك. اه عفوا. اتفضل. اه في اه بسؤولية مسؤولية اللبان. في بسؤولية اللبان. لا هي مسؤولية الربان دي في كافة الاعمال يا ربان مسؤول مسؤولية تامة. لكن الابطولان مغطر. اخطاء مغطار. اذا كانت اخطاء يعني متعمدة او اخطاء نتيجة خطأ اه اه خطأ عادي يعني يعني ان الهيمن ايرو. خطبالك. لكن اخطاء كلها مغطار. والطاقم اخطاء كلها مغطار. وحتى لو كانت متعمدة. مغطاية طبع وثيقة البيانتاة. نعم. مغطاية طبع وثيقة بيانتاة اي. لا مغطاية بالوثيقة البيانتا اي. ووثيقة تامين الهلو من شد. هلو من شد. الف شكوات اختر. لا تحت عمرك. اللي بعده. دكتور بعد اذن حضرتك سمعني ايوهان مطرح عالميا بشأن انو الازمة دي اتت الى فكرة القنوات البديلة سواء بشأن روسيا او القنوات اخرى يعني وبشأن اسرائيل وكلو اسرائيل يعني ايه المشكلة ماشي يا توضر بتكلم انو ده حقيقي ولا لا حقول لحضرتك حاجة يعني ايه بس يعني اذا هو حقيقي او غير حقيقي لازم نفهم حاجة اي دولة في العالم بتدور على مصالحها الشخصية فاتبالك واي دولة في العالم لما بتيجي تعمل مشروع بالشكل ده اذا كان لجاري او خلافه لازم بتعمله الفيزابيل استصادي لانشاء خناه فاتبالك والخناه دي بعد ما تنشأها المصاريف اللي صرفتها عليها خاتبالك هتقدر تحصلها فاتبالك لما نيجي نعرف ان بالنسبة لاسرائيل امكانية انشاء قناة تربط ما بين البحر الابيض والبحر الاحمر انا في رأيي الشخصي بالنسبة 99% وتسعة من عشرة مستحيل نظرة لو انت بصيت على الخليفة وعرفت الطبيعة اللي هي موجود فيها ما بين البحر الابيض والبحر الاحمر خاتبالك طبيعة مستخارية طبيعة جرانيتية جرانيت والنهاردة عشان انت تنشئ القناة يعني احنا شايفين روسيا تركيا بتنشئ القناة بتاعت السطبول وتتكلم على تلاتين كيلو متر مربع وتلاتين كيلو متر مربع هتكلفها تسعة مليار قد تبعلك تسعة مليار دولار طيب فيه شبه استحالة ان اسرائيل ممكن تعمل قناة موازية من البحر الاحمر من خليج العقبة نهاية خليج العقبة من الات من ناحية الات الى مثلا عسقلان او حيفة او اشدود دي شبه مستحيل ولو كانت عايزاها تعمله كانت عملته من زمان ايام ما كانت القناة قفل سنة سبعة وستين وكانت استغلت الفرصة دي وشغلت القناة البتاعتها كل الكلام دي فيه نوع من دعاية الاعلام اسرائيل ما بتعملش كده اسرائيل عمل حاجة تانية بس لن تستطيع منافسة بها قناة السوس اللي هي عاملة خطوط سكة حديدية عالية الدقة وشديرة جدا ويبيرة جدا والنقل بتاعتها كويس قوي والردي موجودة ما بين من نقعة خلان واشدود الى الات ما تقدر تنقل حويات عاملة خط بايبس للنقل البترول برضو ما بين ايلات وعسقلان والخط ده موجود من زمان ودلوقت حيفعلوه مع الامارات هل هو حيأثر على قناة السويس انا حقول لك اه ممكن يؤثر في جزئية بسيطة نسبة بسيطة انه هي انت لما تعرف ان القناة السويس دي بتنقلها يعني كل يوم اربعة خمسة مليون طن بضايع لا ما فيش جهة تقدر تعمل الكلام ده في يعني في المئة السنة القادمة هتعمل لي خط خطين بترول ثلاث خطوط بترول أربعة خطوط بترول هتعمل لي نقل بالقاطرات حويات بالقاطرات وكل الكلام ده دي موضوع يعني صعب ولا كانت نفذ من بعد سبعة وستين وهي كانت تحطي ايدها على سينة بالكامل وحطي من اول خليجة العقبة الاول وكانت تحطي ايدها عليه خدت بالك كانت نفذته وكانت الاسعار قليلة والتكنولوجيا ما تطورتش كتير التكنولوجيا الهندسية في شق القنوات وكتير وبتاعها مش عارف ايه ما تطورتش كتير من سبعة وستين ومن السبعينات اللي دلوقتي لكن تطورت في القيمة التكلفية لانشاعها هذا اه القنوات البديلة او اللي بتسميه كده القنوات اي دولة تانية هتعمل اي قناة تانية لا تننفس قناة السويس احنا قلنا القناة السويس فريدة في موقعها وفي طولها وفي عرضها النهاردة كان فيه زميل بيتكلمني بيقولي هي قناة بانما حدث ايه عاملت بانما الجيدة اه فعلا عاملت بانما الجديدة اللي هي احنا كنا بنحول قناة بانما القديمة اللي هي العرض بتاحت بتاخد بلاك بلغة 32 متر عرض واخد بالك وقناة بانما عاملت دلوقتي بتقدر تستقبل ملاكب 53 متر عرض وهي عملة القناة ب55 متر يعني لكن قناة السويس اقل حتة فيها 250 متر قد بالك اقل حتة فيها 250 متر قناة السويس انا بقول لهم يعني انا مش عارف ليه برضو احنا عندنا الاعلام مش ما بيحطش فوكس على الحاجات دي قناة السويس هي رايح جاي رايح جاي يعني احنا عندنا قناة جزئين في جزء من البحيرات الى بورسعيد وفي جزء من البحيرات الى السويس فالمراكب اللي بتطلع من بورسعيد تيجي تنتظر في البحيرات والمراكب اللي بتطلع من السويس بتنتظر في البحيرات لما بتخلص الممر الجزء اللي هو بقى من البحيرات للسويس تبدأ المراكب اللي راح السويس عادي يعني في نفس الوقت المراكب مش القناة الوحيدة دي المزاوجة بس المزاوجة بالطريقة ادارية مش راحين جمع ببعض و جين جمع ببعض لا في نقطة انتظار اللي هي في نص المسافة تقريبا وبعد كده الكل ده بيكمل للشمال والكل ده بيكمل للجنة مفيش قناة بالشكل ده في العالم انا قلت لك فيه ثلاث اهم خنامات في العالم ازا كانت القناة السويس وخناة بانما والكي الكنال اللي هو ما بين بحر البلطيق وبحر الشمال كل الكنال ده طولي 80 متر والعمق بتاعه حد اقصى 11 متر ده الكل كنال قناة بانما العمق بتاعها احنا عارفين انه انه ما بيزيتش عن 15 ونص متر 16 متر القناة الجديدة اللي فتحت في بانما العمق بتاعها 15 و 16 العرض بتاعها كم الاجمالي العرض بتاعها 55 متر وبتتسعب ملاكب بعرض 53 متر فبالتالي انا في اعتقال الشخصي وعن قناة انا بقولها الناس بقولها لحد ما بقولها للدول انا عن قناة ان قناة السويس تستحق اكتر من كده من الاجتماع لان قناة فريدة من نوعها في العالم واي سؤلتين ده من تحت عمر حضرتك احنا استفادنا الحمد لله بفضل الله ثم محضرشة للمنكعة والقيمة اللي حريقة لفتها ولكن احنا بنتمع في الزيادة في ان تزودونا بصورة من الاستفاقات الدولية او القواعد اللي حاكمة للمسائل التأمينية فيما فيما يخص موضوع التأمين في هذه الواقعة ممكن انا انا ما عنديش مانع يعني انت ممكن حتى تتواصل مع الدأم الفني انا احنا عندنا في عادية التفاقيات خاصة بالموضوع ده وانا هقولهم لحضرتك وانا ابعتهم لكم وانا هتصورهم نسخة وابعتها الدكتور ابراهيم فهمي وهو يوزح عليكم او يبعتها لكم بالميلاد او حاجة انا ما عنديش اي مانع ابدا 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 وانا الكلام ده بعمله كده يعني محبة في المهنة انا اشغالها اللي هي موضوع التعوضات والتحليل لحوادث البحرية والتعمين البحر وانا تحت امركم في اي حاجة وانا بقول اجيزة الدكتور ابراهيم سامعني فانا بقول له انا اقدر انا كل الكلام ده انا موجود عندي يعني تحت امركم يعني انتظار دكتور ابراهيم زودنا بقى بالمسلامة خلاصة والدكتور ابراهيم بعد ما هنخلص الحلقة دي تمام هنتلقاها ان شاء الله من حضرتك هنبعث على الجروب واتساب إن شاء الله أنا هنبعثها لك على طول إن شاء الله أنا كله جاهز عندي وحنبعثها لك ولو أعيز أبالعرب والإنجليزي لأننا ترجى لموقعة الحدث مع upbeat السويس اعتقرضت أننا أترجم المعهدات اللي هي خاصة بالتعويد اللي هي سلفيج الكونفينشن اللي هي finale وفيه عندنا الكونفينشن وفيه عندنا المعهدى الثانية اللي هي بتاعت الكستنطينية وفيه اللي هي المعاهدة الخاصة بالتعويضات البحرية لا لا تحت امركم لا تحت امركم متشرفوني متسأله الدكتور ابراهيم ولو في اي سبصار كلمت الدكتور ابراهيم هو يكلمني انا تحت امركم في اي خدمة واي مساعدة تحت امركم الله يخير ايه زنسيتك يا دكتور افضل اردتك شايف ان هل قولي ساعدك هل انا سويس في حاجة الى مصوص حاصة تحميها في المرحلة اللي جاية بنقوح حوادث مماثلة ام ان التعويل على النصوص الدولية والاتفاقات واللواحة الداخلية فيها كفير بحمايتها من اي مسؤولية في ظل تصاعد وديرة الهاجمة اللي كانت عليها وان اي اا اقتصاد العالم في خطر في ظل التوقف في ظل ستة ايام وحظرك عارف يعني الجانب الاخر انا مش حاوسك انها جدا اي لا بس انا ممسوط بالسؤال بتاع حضرتك ده لسبب واحد هو حصل مهاجمة شديدة جدا 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 على مصر وعلى قناة السويس تحديدا لكن بفضل من ربنا قد تبالك ان تم اعجاز في الانقاذ بطريقة الشفط والطرد بتاع القرقات قد تبالك ودي ما حصلتش قبل كده في التاريخ وانا طلبت حتى الناس القائمين عليها قلتول ما جماعة سجلوها في مصورة جانس ان كنتوا اول ناس عمولوا عملية انقاذ من شحود عن طريق التكريك فده بفضل من ربنا العالم كله اشهد بهذه العملية وربنا جعلك يدوم في نحرهم كل ما داك زي الانقاذ في العالم كله في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال كله اوروبا وشرقي وصيني وكله قالك الحد الادنى لانقاذ هذه السفينة من الوقت من شهرين لتلاته فلما ربنا يبايد الوجه ويبايد الوجه القائمين في قناة السويس على هذا العمل انفح تقادي دي حاجة جبارة جدا وفضل من ربنا ان مع رسل يسرى لان مع رسل يسرى وفعلا ربنا انعم على اليوم بيسر واسع جدا جدا وعمل شو ان فعلا قناة السويس عندها المقدرة انها تدير اضخم حادث حصل خلال ست ايام وطلعت الماركب زي ما هي ما حصلش فيه اي دامج ولا اي اضرار اضافية من ناحية التشريعات اللي هي موجودة زي ما اقول لحضراتك التشريعات لا دي كافية جدا ما فيش اي مسؤولة عليها قناة السويس ومن حقيقة قناة السويس تصاود اي اضرار يحصل لها وبتحط هي اللوائح الخاصة بلاياتها واللوائح مقبولة من كل كل ما فقاش اي مشكلة فبالتالي انا متهيألي ما فيش اي تشريعات اضافية ولا حاجة لكن اللي انا يا شايفو ان قناة السويس حسيتة العالم كله والناس اللي ما كانتش يفهمها فهمت باهمية قناة السويس وعدم غلقها لمدة ساعة فبالتالي ما حدش هقدر يستطيع ان يغلقها لان انا عايز اقول لك حاجة اكتر دولة كانت متضررة من الموضوع ده دولة اوجهتين امريكا واوروبا تضرروا بشكل رهيب من غلق القناة لمدة ست ايام لدرجة ان الرئيس بايزن نفسه تتكلم على الحادث وقال انا مساعدة اقدم المساعدة لمصر عشان التصب بتاعنا بيتضرر بسبب الموضوع انا بقالي ان انا عندنا معادات مش موجودة عند اي حد بتاعه في مصر انا هقول لك المعادات اللي بتاعته ايه هو اصلا هو ايه انت عارف الناس دي يعني ايه هنسميهم بلطا جايب او كان عايز يعمل ايه او كان عايز يجيقات على المركب قالك الحادة اللي موجودة في الشحطة ديها محدش هعارف يطلحها احنا نقطحها بيفصل الجزء عن السفير قدت بقالك فالمعادات دي موجودة هنا وكل حاجة المعادات حيامي دي معاندوش وانش بعمر صناعة حيرفوا عن المركب قدت بقالك انا عندي نص مليون طين موجود واستغد لازع في الصقر وفي الجرانيس اللي موجودة على الجنبين مع الاسمنت اللي هو الاسمنت اللي بنسميه الاسمنت البحري اللي هو شديد للصلابة والمركب داخل السفير فبالتالي ما كانش هي قدر ينقذها في ست ايام احنا انقذناها بطريقة نظيفة بطريقة ما سببتش اضرار الاضرار اللي تسببت هي كانت لقناة السويس وليس للسفير السفير طلعت بالنسبة مية في المية تم انقذها وما عنداش اي اضرار اللي هي ولا بضعها الا الاضرار اللي صابت مصر من احد الاضرار اللي صابت مصر وانا اتكلمت فيه السمعة اللي هي خلال ست ايام دي والمسط تسحق عليها تعويض او قناة السويس تسحق عليها تعويض لان كان ده بيعتبر هدن في معنويات القائمين على اعمال الانقاذ في قناة السويس كميل يا فندم يعني احنا ممكن لقالب تتعويض تعويض عن السمعة يعني ضرر معنوي طبعا واكيد هم مطالبوا بالكلام ده يعني انا عالف وحال ده يا فندم لديه فيه نص يتمنظمه في التفاقيات للانقاذ سعى التبانيك مثلا؟ النص اهد اي اضرار اي اضرار انا بكلم عن اضرار المعنوي اضرار الادبي أهد اخترار المعنوي قد نحصلGHR المعنوي اي اضرار المعنوي أي اضرار الاي اضرار chunk سي hints ايه مكان التقادي مكان التقادي احنا بيسمح لنا هنا في مصر ان احنا نرفع القضية على المركب ونحرز على المركب الى ان تنتهي القضية قضائية احنا النهاردة المركب تحت ايدين تحت ايد خانس السويس بس المتضرر الاكبر احنا قول ما كانش فيه اضرر وقت قبل كذا المتضرر الاكبر بقى حيكون مين لو القضية دي اتحكم فيها بعد ست وشهور نافرد يعني طب البضاعة اللي فيها في الكونيات دي كلها حدلوس شركات التامين اللي ممنع البضاعة دي كلها حتدفع تعودات رهيبة جدا فمين المتضرر فهنا حيبة خانس السويس انهم انا بقول لهم يا جماعة خانس السويس لا احنا خلي موضوع التقادي ده اخر مرحلة من تعانون لانه هو لازم هيحصل بفوادات الوضع الطبيعي انه هو لك انا عايز عشرة تقول لي لا انا عايز تمام تقولوش انا عايز اياخد منك عشرة تقول لي لا اخليهم سبع وهكذا فالتفاعد ده لا يفقد للوضع دقائية لكن انا في النهاية الموضوع لا انا شايف ان هم موقف خوي جدا احنا مش محتاجين اي تشريعات اضافية احنا شايفين ان الموضوع قوي جدا الدرر المعنوي ده من احد الاضرار اللي بتصيب الافراد او الهيئات او الدور فهي دقوة ده طبيعي ان هي قناة سويس يتم تعويض عنها شكرا جميع تحت امر حضرتك اه سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته والله احنا بنشكر حضرتك على المحاضرة الرائعة دي بصراحة استفادنا كتير او طب الحمد لله يا رب المزيد يا رب معلش انا ليه سؤال استفسار بس كنا سمعنا ان الفضل في انقاذ السفينة بيرجع لشركة هولندية هي اللي جات وعملت الشغل والكلام ده انا انا احاول لحضرتك حاجة انا مش هقول لها كلام مضبوط ولا كان مختل احنا عارفين طبعا ان في جهة او جهات بتحاول تشوه اي حاجة كويسة لكن اللي انا عايز اقوله ايه احنا عرفنا ان المركب دي تم ايه انقاذها بيرجع تم انقاذها عن طريق التكريك احنا القناة قاركت رمال وسخور تحت السفينة بعمق 18 متر اللي جاه من الخارج اللي هي الونار بعت قاطرة قاطرة شد بقوة 160 تن بولار قاطرة الشد قناة السويسة عندها منها ثلاثة من نفس النوعية وعندها حوالي 13 واحدة تانية اه 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 اقل فيها 120 بولار 120 تن بولار وفيه 100 بولار وفيه 8 بولار الفكرة السفينة لم يتم انقاذها عن طريق الشد لان انا لو انا هجيب لو انت عند حضركة عربية وغارد افريميل واخد بالك وجبت كده تراكتور كبير دخل قد بالك بيشيله 30-40 تن وقتوله وصل لي والنبل ويراد بتاعتك في العربية وشده لي وهو بشده هيقطع لي العربية هيمزعني العربية مش هزت لها مرة هيطلحة لي اجزاء قوة الشد دي لازم تبقى قوات محسوبة انا لما شد حاجة شدها وهي عيمة وهي خالص عشان لما شدها تشد معايا لكن هي لو حتشي الارض بتشد من ناحية وانا بشد من ناحية واحنا الاتنين قواتين هائلتين يبقى لو انا بشده ده حيتفرتك بينهم اللي حصل في قناة السويس هي كان شد محسوب ولدرجة ان هي قناة السويس جنبت القاطرة الهولندية دي جنبتها العمل لان كانت قواتها زيادة عن الليزوم فجنبتها العمل ويشتغل بخمستاشر قاطرة من عندها محسوبة متوزعة في نوقات مختلفة لزيت اللي القاركتين اللي هم عمقوا تحت السفينة عشان المركب لما تتشد يتعوم في مية ما تتشدش والجسمها يتقطع في السخور اللي هي موجودة تحتها لان المركب كان يتدخل في السخور مسافة حوالي تلاتين متر داخل السخور فاللو تشدت الجزء ده حيتدمر خالص يعني فبالتالي بس الكلام اللي الواحد بيسمعه بيزعل لان الناس اولا ما عندهمش فكرة وكل واحد بيختلع علي فكرة كل واحد بيقول كلام المرشد ده بقى غلطان يبقى مسؤولية القناة لا العطان غلطان مش عارف كل واحد بيفتحنا عندنا في مصر تسعين مليون خبير اقتصادي وتسعين مليون خبير بحري وتسعين مليون خبير عسكري وتسعين مليون خبير اجتماعي فتلقين فكل اضايا كل واحد بيفتح زبا ما ما عايز يعني يا ربنا يعفظوا يعفظوا المصريين كلهم ففضل حضرتك شكرا يا فندم وحنا سعادة ونفيه في مصر قيمة وقامزة حضرتك كلها الله يخليه الله يخليه حضرتك أحد التانية يا جماعة لو سمحت بعد اذنك يا دكتور ما سأخير يا دكتور أيها الفضل تحت عمرك تحت عمركم أه كنت أكلم حضرتك بخصوص التأخير حضرتك أفت إنه مغطة تأمينيا مظبوط أيها التأخير أنهم فيهم لا هو ما عليش تأخير البضاية تأخير وصول البضاية أهي تأخير بوصول البضاية مغطة تأمينية تأخير وصول البضاية لا لا بعد احترام الحركة هو غير مغطة تأمينيا مين هو غير مغطة تأمينيا إزاي يعني التأخير أيها أيها تأخير البضاية أيها أيها حضرتك حضرتك أي وسيق التأمين بحري لو تغطي التأخير أي يمكن السببه حتى لو أولاً أنت عندك الوثائق البضايع ده هتقلو على الوثائق وأي وثيقة من الثلاثة من حضرتك من حقك أنك أنت بتحط شروط إضافية صح? قل لي صح ولا مس صح? لكن التسخيل ده أيوة مظبوط النهاردة أنا النهاردة كملك سفيدة وأنا مثلاً بشحن كمثال عشان ندينك مثال للتسخيل أنا بشحن متجزة رعية بشحن بطقان بشحن بطيخ بشحن شمان بشحن فواكه بشحن كاز وأنا عارف إن أنا عايز المدة اللي هي الريحة البحرية والنفرز أنا بشحن من اسكندرية وأنا موديها مثلاً هولندا الرحلة البحرية 13 يوم صح؟ كويس؟ وأنا في 13 يوم أنا متأكد إن المنتج بتاعي ده مش حيبول تهوية جيدة حلوة قوي فأنا باجي لشركة التأمين بقولها إيه؟ الشركة التأمين أنا بالنسبة لي عايزك تحطيني شرط أنا حاجز المركب بالتاريخ الفلاني والاسم المركب كذا وهي حتسافر في التاريخ الفلاني أنا عايزك تأمليك إنزل المركب على البضاع دي شرطي إضافي كذا ما وصلتش خلال المدة البغرافية والزمنية اللي هي ذا الرحلة العادية أنا حقيلي تعويق لإن البضاع هتروح بايزة ده أديش الانكروزي فأديش الانكروزي إزاي؟ حضر إلي 15 سنة ما شفتش ما عليش لا ما عليش أسأحولك هالك ما تقارنش التأمين المصري بالتأمين الخارجي تفضل التأمين الخارجي very variable بس أنا متحرك أنا ما شفتش شرط ما شفتش تفضل أنا معاك أنا تفضل حديث كميني هم قد تبقى لك التأمين الخارجي حضرتك تفضل حديثك أنا ما شفتش المؤك الخط بيقطع حضرتك بتقول إياه؟ لا تفضل حكي يا سايمة حضرتك أنا بقول لحضرتك أنت عندنا هنا مصر للأسف الشديد التأمين وشروط التأمين تبقى الانستوتيوت تايم كولوز قد تبقى حضرتك جامد ومش متحرك التأمين في الخارج متحرك يومياً بمعنى متحرك يومياً والأسعار في الخارج يعني لازم الشركات التأمين تاخد بالها بحي التالي الأسعار في الخارج تخلي من نسبة 80% عن التأمين المصري قد تبقى لك فدي نقطة مرحوظة فانتوا هنا كشركات التأمين مش متعفالين مع التأمين ومع الأسواق العالمية وبالتالي لما أنت تشوف حجم شركات التأمين للبرة المدخول بتاعها قد إيه؟ من التأمين النقل البحر ونقل البضايع وحجم المدخول بتاع نصر قد إيه قد تبقى لك قد تعرف إن فيه جاب كبير جداً 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 إلى ما لا نهاية قد تبقى لك لما أنت تعرف المضايع المنخولة قد تبقى لك يومياً بتتجاوز العشرين مليار دولار يومياً نصيب مصري منها قد إيه؟ يعني نصيب كنتو قد إيه من التأمين أنا مش بعيد فيكم بس اللي بقولك ما فيش تفاعل ما فيش تفاعل لأن إحنا مش variable النهاردة الشرق أنت عايز تأمن على إيه؟ عايز 13 يوم أعمل لك 13 يوم أعمل لك مقابل الشرط الإضافي دا أنت هتفا عدا كده هتبقى لك أنا أنا النهاردة يا باجل خبير بحري فضل فضل حضرتك بتتكلم على الشروط يسمعني بس إسمعني حضرتك بتتتكلم على الشروط المطبوعة في الوثيقة تبقى للقانون المصري القانون التأمين المصري أنه بقول لحضرتك سمعني ألو ألو سمعني أه أه بقول لحضرتك أنت أنتو النهاردة بتشتغير ألو ألو هلو هلو اتفضل يا دكتورك استكمل حضرتك هو سمعني ولا باستمعك هو سامح حضرتك اه سمعني انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انتو كشركات كشركات تأمين مصرية بتتعامل واخد بالك بتبقى للقواعد اللي هي مذكورة في الانستوكتور تايم كولوز وفي القانون المصري اللي هو قانون التأمين القانون العاشر القانون التأمين والبنوط دي اللي هي تغطيات والاستثناءات والاختار والحاجات دي كلها مذكورة في البوليسة فانت بتبقى تتعاملوا مع شروط البوليسة بنسبة 100% اك انها دستور او قرآن قد تبقى لك الشركات التانية لا عايز تضيف بنت يعني new close او additional close بتضيفه من قابل عايز تلغي بنت قد تبقى لك بتقدر تضيفه او تلغيه برضو مقابل ازا احنا ما عندناش اللي هي التالي انت متقيد بالقانون بنسبة 100% ومعندكش انك انت تغير او تضيف او تعمل اي حاجة لما تجي تقول لنا عايزها يعني دي لك مسال بسيط قوي يعني شركات التامين في الجسم والالات المضبوع فيها ايه ان التامين يغطي 3 تاربع مسؤولية التصدق قد تبقى لك فالبيئا ضعي قال لك اتبقى لك انا هغطي ربع رابع ترى ما انت مغطي 3 تاربع في شركة التامين انا هغطي لك من ربع الرابع بيقيم النفسها اللي كنت هتغطي عن شركة التامين بدوا يفويل نفسهم فترة دلوقتي يقول لك طب ماشا انا هعملها الله بح تاربع لانك انت مصبت انت بتشتغل مع القانون او اللي هي الشروط التامينية اكله دستور مش هقول لك انه القرآن والانجيل لا اكله دستور فمش عايز تتغير فيه وخيقى يتغير فيه لكن برغم كده انت المفروض ان كانت عندك حساباتك تغيرية في التأخير وفي نوعية البضاعة والحاجات دي كلها انا انا عايز امن الشرط اضافي ان انا لو تأخرت اذا يحدى تأمل لي على البضاعة بتاعتك تقول لي لا تبقى انا هقول لك لو متشكل اولا هعمل برا وكل المستوردين اللي في مصر للأسف الشديد بيأمينوا برا للأسف الشديد يعني بتكلمك بأمانة انت شوف النهاردة كم من البضاعة اللي بتيجي مصر قديه وشوف انتوا بتأمينوا عليها كم يعني احنا بجينا حوالي بالزبط لو اتكلمنا عن الحبوب بس كانت السنة اللي فاتحت حوالي 13 مليون تمنى حبوب وصلة المعاني المصرية لمستوردين مصريين القطاع هنا القطاع التأمين في مصر ما خدش اكتر من من 13 مليون ما خدش مليون ونص فبالتالي لازم نعرف السبب ايه لازم نعرف السبب ايه ان هو المستوردين مصري او المصادر المصري ما بيقبلش على التأمين في مصري لازم في اسبابه لاشنشروط بيع حضرتك نعم عشان شروط بيع حضرتك شروط البيع ايوة لكن المستورد بيعهل بالتأمين لا مش شروط البيع لا 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 ما بيقعه لا استنى اذا انا من نهاردة ليه بيقعه لا لا موظم 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 هارت ازقق في حاجة في البيع في عندنا في حاجة اسمها خب وفي حاجة في اه اه اا اف اي اس وقل يعني البيع على شمل التأمين وشمل النقلون وسقه اول البيع مش شمل الحاجة من دي في حاجات كتيرة جدة انتو مش متفاعلين مع الاحج تادي قلي بالك انا انا يعني انا شغلتي خاصة بالتأمين والمعينات البحرية واضرار البضايع والحاجات دي كلها فاللي انا شايفه ان الشركات التأمين المصريح مش متفاعلة مع الاحج تادي والاقصات بتاعتها عادية ليه لان حجم الحجم التأميني اللي عندها ولاية لو عندها حجم تأمين كبير ممكن تقلل الاقصات لكن انتم مش متفاعلين انت لازم ترضي العميد عايز يأمن عليه عايز يأمن على ودنه أمله على ودنه عايز يقولك انك انت ضغطين يعني النهاردة انت مش فيه في شروط التأمين فيه حد احتفاظ عندكم او نسبة السماح مش فيه نسبة السماح طيب انا لو جيت قلتك لا انا مش عايز ينسبة السماح مش الهالي وانا عايز التأمين مية في المية مش مشكلة انت هنا افتفادوها وقالك مفيش مشكلة نعملها لك لكن في حاجات تانية موقفلة فانت لازم يبقى كل فترة لازم تبقى فيه مراجعة للتخطية التأمينية لان هو الفكرة التأمين ايه فكرة التأمين صاحب المصلحة التأمينية بيبيع الخطر ده لشركة التأمين الخطر ده له قيمة انت المفروضة قيمة تدير حسبها مسبقا او مع معي للتأمين او خلافه قد تبالك لازم تبقى عارف الدنيا دي مش هزال الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها انت شغالين شركات التأمين المصلحية شغالين انت بحاجة اسمها الانستيديو تايم كولوز او المحل التأمين في لندن الانستيديو تايم كولوز قويس الانستيديو تايم كولوز عمل مشكلة وانتو مش فهمينها او احنا مش فهمينها النهارده اي واحد حصل بينك وبينه خلافه بتقوله خلاص انا مش هدينك التعويش بتاعه الجاء للمحكمة كويس لما بيروح المحكمة بياخد دوء عدد ايه عشر سنين بيواطفه مصر اربع خمس سنين شاء الله اربع خمس سنين طيب بقى ده تبخل الانستيديو تايم كولوز خش حضر لك طبما انت متخصص في التأمين خش على نظام او قانون التأمين النرويجي اللي هو اسمه النرويجي النرويجي انا اكتب ويقولك ايه لازم المطالبة التأمينية لازم المطالبة التأمينية تخلص بحد اخصى مية وتمانين يوم اه ست شهور وما زال عن ست شهور بص ما زال عن ست شهور قد تبالك واحد وقص في المية شهريا من نسبة تمنتاشر في المية في السنة عشان كده حركات التأمين في النرويج قد تبالك بتجري عشان تخلص المطالبة التأمينية واحنا بنقى دربع سنين لو صدر حكم للعميل بيتحسب علينا مصرف خمسة في المية خمسة في المية انا بقولك ده تمنتاشر في المية قبل ما بيروح بيروح الهيئة العامة للقابة المالية بيعمل معنا تحقيق ويتقدم شكوى ويتقدم ايه سبب الراف انا عارف الكلام ده كل انا ميكلمك النهاردة ايه احنا لو احنا جينا وعملنا الموضوع ده وعرفنا ان شركة التأمين لان شركة التأمين دي شركة تجارية احنا مش منتكلم شركة تأمين دولة لأ دي شركة تجارية فقابلا للربحور فسارة فلو بيجي بعض الموظفين ويتعناته خد بالك في قبول التعويض وخد بالك وبعدين يروح للقابة على التأمين يقولك والله اللي واضح انك انت مليكش حق ويروح للمحكمة ويجيله بعد اربح سنين الحق وانت هيجي ياخد الحق بتاعه بعد اربح سنين خسر قديه لما تيجي لمحكمة تديره خمسة في المية بعد اربح سنين قولي خسر قديه بعد اربح سنين ده واحد عنده مركب تمامنا مثلا خمسة مليون دولار والمركب دي غرقت وقعد خمس سنين ما بيشتغلش خالص وفلس ومعوش قولة مليه بيسرف منه وبعد خمس سنين كسب طب ايه الضروب بتاعت الخمس سنين لكن انا ما هيجي اقول الحد الاقصى للطاوين لازم فيه قانون حازم ضد شركة التأمين عشان شركة التأمين لا اسمعني بس اسمعني العقد بتاع الشركة التأمين ده شفها عقد ازعاد خدت بالك عقد ازعاد انا مجبر ان انا امن عندك خدت بالك وانت مجبر انك انت تحميلي هنا ما بيحصلش كده خدت بالك ليه لان النهاردة زي ما بيقولك هنا روحت المحكمة وبعد خمس سنين كسب طب ايه فاديتي بعد خمس ممكن اكون موت و وده مات وده رحاية وده وده يبقى النهاردة هنا فيه تلاعب جميل جدا يبقى النهاردة لازم يبقى فيه الهيئة المسلولة للقابة التأمينة او الهيئة المالية للقابة التأمينة للقابة المالية لازم تحط حد مجازاة شديد جدا عشان تحفي الشركات التأمين على التسويات التأمينة وخاصة ان احنا فاهمين ان الشركات المسلولة كلها حد الاحتفاظ بتاعها بالنسبة لأي عملية بتاخدها فاتبالك لا تزيل عن خمسة في المية سمعة في المية والبقى بيتم طابحه في اعادة التأمين مضبوطة الى كلمة غالطة حسب البطايع طبعا بيبع أعلى من كده الحل طبعا بنفس النسبة او اذية حاجة بسيطة طيب ماشي امدكم الله امدكم الله ماشي قبضينا يصلح الحياة يعرف تحت عمرك قبضينا يصلح الحياة غيره السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسؤولية النقل مسؤولية النقل مسؤولية النقل اه تغطيني في تأخير بطايع مسؤولية النقل البحري ايوة انت قلته مسؤولية هو البيان ضايل هيغطيه اه يعني انا اديلك من سيئة ينات النهاردة شحنت شحنة كانت تبقى لك ازاي وشحنت شحنة الخضار كانت تبقى لك وشحنة الخضار دي نتيجة طول يعني جات المركب طلع من اسكندرية مثلا لفرنسا او تطلع من جدة مثلا لأي جهة المفروض الرحلة البحرية بتاخد لها مثلا 10-15 يوم وفيه تهوية عادية للسفينة البوادر الخضار دي أو الحاجات دي فالتهوية العادية في الـ 15 يوم اللي بداها هتتتحملها طب جات المركب حصل لها حاجة سعط لها وخلافه اضطرت انها تقف تغسي مينة التجاة او تقف في البحر او كذا بدل اللي رحل بقت 15 يوم بقت 25 يوم المسؤولية دي كلها هتقع على مين على ملك السفينة وملك السفينة ومسؤوليته بيحولها المين للنماذي الحمية والتعويض وبيغطيه الوازير المسؤولية لكن صعب البضاعة هيتم تعويضه 100% ممكن يكون السفينة او النقل المقامل في السلط النقل ممكن يكون النقل الخط مش هو رحفا تقوليه قاررة تاني ممكن يكون السفينة او النقل السفينة الشيكة بيديل السفينة بص انا مش هيحايز اني مفرعكوا في حاجات مناشعي لازمة انا بالنسباني السفينة هي السفينة السفينة دي بقى متأجرة واخد بالها او مش متأجرة انا ممسج السفينة هي السفينة السبب انا اعرف السفينة تلا持ت متضاره اسمها سين او اللي انا حقص عليها بطاعة كسين فانا حقjamس السفينة على سين وهنا حقص على السفينة سين فالبيئة انضايبة على السفينة سين هو ايه اللي هيتدخل يجي بقى لو المركب دي متأجرة يبقى النهاردة صاحب المركب هيقول لا ده الموضوع ده النقل هو المستاجر فاتبالك والمستاجر لو بيئة انضايب حيجيب البيئة انضايب بتاع المستاجر لكن في البداية لازم انحجز على السفينة سين ومليش دعم بأي حاجة تانية وهما بايوا يزور مسؤولية على بعض يوم لكن في النهاية هي مسؤولية النقل البحري اللي هو اذا كان المالك او المدير او المجاهز او المستاجر شكرا دكتور تحت امر حضرتك بعد اذنك دكتور شكرا خير شكرا لحضرتك طبعا شكرا لدكتور رهيم على دعوتنا لحضور هذه الورشة فعلا استفادنا كتبا انا عندي استفسارية واحد يتعلق بالقناة السويس مباشرة وواحد اخر مايتعلقش لكن بتفع اما وخاص بالبحري لو يسمحلي من انا اتكلم فيه تحت امر حضرتك شكرا في القناة السويس احنا شفنا الحادثة اللي حصلت وعشان خاطر نتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا بسفن كبيرة بنفس الحجم احنا شفنا طول السفينة افر جيفن قطولها وعرض يعني العرض اللي اللي وقفت فيه فهل القناة السويس يتم مثلا بحيس انها تتجنب اي حوادث مستقبلة فيها ولا هذا بالنسبة لاستفسار يتم التوسيع اه التوسيع في اماكن معينة بحيس انها تتجنب اي جنوح لمثل السفن بمثل هذا الطول مثلا في المستقبلة قائص ولا فكرة تكون صعبة لا لا بس لحضر لك احنا لازم دي يعني نكون اه وقعين شوية يعني مش اي حاجة تخدينا او اي حاجة تغيرينا في السياسات بتاعتنا السياسات التشغيلية انا لما نعرف ان مثلا في السنة بيمر حوالي يعني سنة الفين وعشرين مرة في قونة السويس تمنتاشر الف سفينة ومثل هذه الاحيان كتيرة جدا واخد بالا تمنتاشر الف سفينة ولم يقع اي حاجس الحواجس البحرية دي حواجس احتمالية ومتوقعة واخد بالك ازاي وتحصل زي مولت الحادث حادث كل عشر دقايق حادث حريق حادث تصادم حادث الشحوت حادث كذا مش هنقفر عشان بيحصل حواجس نوقف النقل البحر لا انا قناة السويس بيحتوارها اكبر عرض القناة الصناعية موجودة في العالم انا المتين وخمسين متر ده لا ده حجم مبير جدا يعني قناة بانما لما جات عملت توصعات عملت قناة بانما الجديدة عرض قناة بانما كانت بقى ثلاثين متر عملت القناة الجديدة عرض خمسة وخمسين متر لا احنا نقول انا النهاردة نسبة الحواجس السنة دي كام والسنة اللي فاتت كام والسنة اللي قبلها كام والسنة اللي قبلها كام لما تيجي تحسب نسبة الحواجس في قناة السويس هتلاقيها جزء من واحد من عشرة في المية فبالتالي لا يستدعى ان احنا ناخد اي اجراءات يعني في تغيير شكل المنظومة العامل في قناة السويس أنا النهاردة سمحت ان فيه خراكة اسمها خراكة مهمة ميش وصلت خلاص بورسعيد على غطس بورسعيد وهتنزل بكرة على البحيرات اكبر خراكة شفطة وطاردة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا المعدات بتاعة خلاكة السويس جاهزة للتعامل مع حادث واكبر من كده وبالدليل على كده انه فعلا تم التعامل مع حادث بحرفية شديدة وانتهى في ست العالم كله اشهد بهذا الانجاز فبالتالي احنا مش محتاجين نغير اي حية بس احنا ندي الدعم المعنوي للناس اللي هي قائمة مع العيسر السؤال التاني ايه بقى انا عندي حالة خاصة بان في واحدة من الشركات الاجنبية اشتغلت في دولة اللي هي دول دي دعم الفني فيه ان السوت بمشوارك خالص وعملت بعض المشاريع وبعدين كان لها مستحقات الصوت مش واضح الصوت مش مهمة خالص ممكن تكتب كده سمعين اه كده سمعك انا سمع عندي حالة ايوة عندي حالة ان فيه شركة اجنبية شركة بلغرية كانت بتعمل شغل او اعمال للدولة الليبية الدولة الليبية اتأخرت في دفع مستحقاتها فرفعت عليها دعوة فالمحاكمة الليبية حكمت للشركة بلغرية بهذا المبلغ حاولت التنفيذ الحكم للوزارة المالية ووزارة المالية طلبت بعض المستندات من الشركة البلغرية لكن الشركة بلغرية ما استوفيتهاش المهم الشركة بلغرية طلعت من ليبيا خالص ونقلت البترول الخاصة المملوكة بشركة تبعة للدولة الليبية في بلغرية وحجزت عليها هنا انا عايز افهم مدى حقية الشركة البلغرية انا هي تحجز عليها خارج مع انها عليها حكم يعني ممكن تنفيذه داخل ليبيا ومدى مسؤولية الشركات التأمين البحر التأمين او النوادي الحماية مثلا في الدفع او التعويض عن هذه البخار بس انا مش حادة رقفت فيها الا ما شوف الاوراق بتاعتها ومعتلي الميل اشوفها لك بالزبط ايه لكن انا مش حادة رقفت فيها لكن لازم نفهم حاجة واحدة ان لما اجي انا اقول النهاردة انا خدت حكم ضد جهة معينة ان انا يعني احجز على ممتلكاته في اي حتة في العالم مش شرط داخل ليبيا قدت بقى لك لاستفاء الحق يعني النهاردة كمثال في النقل البحر او يمكن حدك عارب كويس لو في مركب عملت حادث قدت بقى لك ازاي مع مركب وهربت وجات مركب شقيقتها داخلت المينة عندي فانا من حقي احجز على المركب الشقيقي قدت بقى لك السيسترشيب بتاعتها يعني المركب تكون في نفس الشركة قدت بقى لك وعشان كده في شركات ملاحق كده جدا بتتحايل دلوقتي وتعمل لكل مركب شركة منفصلة عشان اذا مركب عملت حادث ما تقدرش تحجز على الملاكب التابعة لها قدت بقى لك فبالتالي انا عارف ان الحاجز اللي كان انا بقولك دي مش افتاء نهائي اللي بس اطلع على الموضوع يعني بشكل بسيط يعني اوكي يا دكتور لو في فرصة ان انا توصل مع حضرتك مباشرة انا تحت عمر حضرتك نملك تلفوني مع دكتور ابراهيم وانا تحت عمر حضرتك شكرا شكرا دكتور تحت عمر حضرتك مش حادث تاني يا جماعة او اللي سمحت يا دكتور انا الاول سعيج اننا اتعرفت على حضرتك واحضرت المحاضرة مع حضرتك او البرشة دية انا عبدالعزيز في مقام ابن حضرتك 27 سنة محامي اهلا بيك انا بس كنت محتاج نصيحة حضرتك او تدلنا ازاي نتجه للطريق او المجال العمل التأميني البحري الدولي ازاي نبدأ فيه كشباب لسه صغير ازاي نتعامل معاه ازاي ناخد الخطوة ونتجه للطريق الصحيح عن طريق خبرة حضرتك لنا اكون شاكل لحضرتك جدا الحمد لله اولا انت نمر واحد انت اخذت اول خطوة بديل انك انت بتسأل ومهتم بالموضوع فانت لما اننا اهتمت بالموضوع قد تبقى حضرتك ازاي دي هتعتبر اول خطوة الخطوة التانية انا هقولك يعني احنا وقت ما بدأنا نشهر في المجال ده كان فيه صعوبة شديدة جدا للحصول على المعلومة لان كانت المعلومة ما بنحصلش عليها الى من المكتبات والكتب المكتوبة اللي هي الاردو كومي النهاردة ما شاء الله المعلومات متوفرة جدا على النت وفيه معاهد بتدرسلك يعني اولاين في الخارج وفي الداخل وفيه زي برضو الدكتور ابراهيم بيارموا محاضرات تأمينية ومحاضرات بحرية فيه حاجات كتيرة جدا لان اللي انا عايز قوله لك لازم الجميع يفهموا دي رسالة للجميع النقل تأمين البحري هو البصناعة النقل البحري ولولا تأمين البحري ما كانش حصر اي تطور في النقل البحري كمثال على كده رجعنا المثال لموضوع حادث قناة السويس ما كانش فيه صاحب سفينة حيبني سفينة بمئة واربعين مليون وينزلها المية ويسلمها الناس ما يعرفهم وقال لهم دير لي للسفينة دي كابطان وطاقم واخد بالك وممكن السفينة دي تغرق أو ما ترجحش وبالتالي لو ما كانش عليها تأمين ما كانش حيدازلها أو حيبني بالشكل دا اصحاب البضايع اللي هم بنيونوا بضايع ب 2 مليار دولار على ظهر هذه السفينة لو كانوا حاسين بالمخاطر وما فيش تأمين استحال ان هم كانوا بضايع ب 2 مليار لو واردت السفينة او حصل خطأ او حصل كذا كانت البضايع دي هتروح عليهم فبالتالي التأمين هو ألبس نقطة النقل البحر ولو انت عايز فعلا تتكلم على التأمين وعتلكلم على الحاجات دي لازم تدرس معظم الحواجس البحرية وما تم فيها من تعوضات وما تم فيها من اتفاقيات الحاجات دي كلها هتبقى سهلة جدا لو انت بدأت مثلا مع أي يعني مع معهد بيدرس الحاجات دي او حتى اونلاين او انت شاركت مع حد اونلاين في الموضوع ده في الخارج او في الداخل انا في اعتقادي ان الموضوع بالنسبة لك لكن انا بعتبرك انك انت ترمى ما اجتميت كده فدي تعتبر اول خطوة في الطريق الصحيح ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك هل في اسألة تانية من السادة الزملاء المشاركين هل ننهي المحاضرة يا معالي الدكتور انا تحت عمرك يا براهيم بيه وانت عرفنا ما تحت عمركم انا سعين بيكم واتمنى الناس تكون مبسوطة واتمنى نسمع بالفيدباك على الحلقة دي ان شاء الله بإذن الله هل في عروض مثلا هتعملها عرض معين هتعملوا في النهاية يعني يتفرجوا عليه ثم ننهي المحاضرة احنا قدنا وقتنا يا براهيم بيه وقدينا وقدينا لكن انا شايف الناس يعني قعد ومدمج يعني حابب يتعرف اكتر وده شيء جميل يعني وده وده مهمتنا وفضل من حضرتك بلا شك يعني يعني انا انا ممكن مثلا انا اعملك حاجة دلوقتي الشير سكريم خدت بالحضرتك ازاي اللي هي مسلا بعض الحوادث البحرية يعني احنا مالك ما عرفش ظهرت معكم ظهرت على الشاشة اه اه نشوف بقى الحوادث البحرية حاجة بالشكلية ده كده اه دي صور يا دكتور ما يصور اه انا عايز اعرض لك افلام افلام بس اقالي فيلم يعني خمستاشر دقيقة او كده او بتاع لكن نجيب لك حاجة حاصلة يعني خدت بالك لكن في حالقات قادمة ممكن ايه نقدم يعني تكون المدة اكبر من كده شوية واخد بالك ونقدم افلام او نبعث الناس افلام وانا تحت امرك احنا قريبا بإذن الله هنعمل دورة متكاملة في التأمين البحري برضو الحوادث البحرية اه زي ما بنعملها كل سنة تقريبا بيشارك معنا فيها الدكتور المنتصر واخرين وان شاء الله كنوا مشاركين معنا فيها بإذن الله انا تحت امر حضرت البركتور افراهيم وبنسبة رمضان كل سلام الطيبين جميعا وانا سعيد ان انا كنت معكم وان شاء الله كده نشوفكم على خير ويكون رمضان سعيد على الجميع ان شاء الله بإذن الله شكرا